مرحباً أنا جون بيفير وأنا أتشرف بالحديث إليكم في الحادي والثلاثين من مايو 2010 كلمني الله وقال بني أخلصت في تقديم الخدمة إلى المتحدثين بالإنجليزية أريدك الآن أن توصل ما أعطيتك إياه إلى أيدي الرعاة والقادة في جميع أنحاء العالم ولم أفهم قصده إلا حين بدأنا هذه الخدمة واستطعنا أن نقدم أكثر من عشرة ملايين مورد إلى رعاة وقادة مثلكم حول العالم بلغاتهم والهدف من هذه الموارد هو أن نفعل ما أوصان به يسوع وهو أن نذهب إلى العالم أجمع ونتلمذ جميع الأمم ونعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصان الرب به أنا أعرف شعور القادة وأقدر عملكم والجهد الذي تبذلونه والوقت الذي تقدمونه وأعرف استماتتكم في العمل من أجل كلمة الله لذا أريد أن أشجعكم أن تفعلوا هذا ألقوا نظرة على ما أخذتموه وادرسوه لمنفعتكم ثم سترون أن هناك ما يسمى بcloudlibrary.org يمكنكم الدخول على cloud library وتحميل كل شيء مجانا بلغتكم ونريدكم أن تفعلوا هذا اجمعوا من تقودونهم سواء كانوا شعب كنيستكم أو دارس الكتاب واجعلوهم يدخلون على cloudlibrary.org ويحملون كلهم هذه الموارد ثم ألقوا نظرة عليها معا كمجموعة إذا بنينا كنائس قوية سنغير مجتمعاتنا إن بنينا كنائس قوية فلن تهلك شعوب مجتمعاتنا هلاكا أبديا مات يسوع من أجل خطايا العالم كله ويتضمن هذا مجتمعك أيضا تذكر فكر في طرق مبدعة لعمل دراسات مثل الشهادة حين ينتهون من جزء دراسي أعطيهم شهادة قل لهم إنهم تخرجوا من هذا المنهاج وساعدهم ليقدروا أن ينمو في معرفة الله اخلق فيهم جوعا للنمو في معرفة الله لأنه إن تغير تأثيرهم على من حولهم سيتغير مجتمعك بشكل أسرع نحبكم جدا في ميسنجر انترناشنال تمتع بالموارد اشتركوا في القناة أهلا بكم في المحاضرة الأولى وعنوان وهو هل الصلاح يكفي وبهذا السؤال أعني أن الكثير سيقدم في المحاضرات الست التالية وأصلي أن لا تكون مجرد معلومات تعرفونها بل أن يغير الله حياتكم لذا أريد أن نصلي معا ونثق بحق أن الله سيكلمنا هذا هو أهم ما يمكن أن يحدث إذ بهذا المنهاج تشترون حياتكم أؤمن أن الله سيغيركم لنصلي أبي في اسم يسوع شكرا على الروح القدس يا روح الله القدس أسألك أن تملأ هذا المكان وكل مكان عمل وكل كنيسة وتملأ كل بيت يشاهد فيديو هذا المنهاج الآن بحضور يسوعنا يا روح الله أنت تستمتع بتمجيد يسوع لذا أطلب ذلك أطلب أن تعطيني كلمتك كلمة الرب كلمة الله النبوية الخاصة بهذا الوقت بالذات وأطلب أيضا القلب الذي أقدم به هذه الكلمة وكأن يسوع موجود يقدمها بنفسه أصلي يا أبي أنه بينما نرى يسوع مجددا نذهب من مجد إلى مجد وتتحرر النفوس لأني أعلن اليوم أن ملكوتك آت فينا لذا مشيئتك ستكون كما في السماء كذلك هنا لذا نعطيك الكرامة نعطيك كل المجد والحمد والشكر في اسم يسوع العظيم القدير العجيب المهيب القدوس الجليل نحن نصلي المتفق مع يصرخ آمين لنشكره على ما سيفعله في حياتنا آمين آمين تفضلوا نتحدث عن هل الصلاح يكفي ثم تخير وشر صحيح كلنا يعرف الفرق أليس كذلك ألم نولد عارفين الصواب والخطأ فكروا أي قصة أو رواية أو فيلم انتهت بفوز الجانب الشرير نشاهد الأفلام ونجد أبطالنا يمرون بمحن لكن كثيرا ما ينجحون في النهاية فنفرح لهم كذا برامج التلفاز التي تستمر عشر سنوات البرامج الأكثر شهرة تسلط الدوء على الصلاح البشري مثل برامج تحسين الشكل التي بدأت منذ عشر سنوات فيها يساعدون الآخرين في خسارة الوزن ورأينا مشاهير يكتشفون مواهب الرقص والغناء ورأينا أيضا من يساعدون العرائس بفساتين زفاف يوجد أمثلة كثيرة لهذه الأمور البشرية تحب الخير ننجذب للخير لذا نحن نعتقد أننا نعرف الخير ونعرف الشر لا أحد غير مدرك أو عارف للخير والشر لا أحد ينخدع ويدع ما هو خير شرا أو ما هو شر خيرا لكن انتبهوا لهذا منذ سنين عديدة جاء قائد غني جدا إلى يسوع يسوع الناصري لم يكن القائد الغني قاتلا ولا كان من الزنا كان أمينا في عمله لا يغش لا يكذب ولا يفتري على أحد كان يحترم والديه وقال اليسوع أيها المعلم الصالح كان قائدا يكلم قائدا أثق أن ذلك الغني أراد أرضية مشتركة مع يسوع فقال هذا اللقب ولكن حين قالها أجابه يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله لماذا صحح يسوع كلام من قال إنه صالح ألم يكن صالحا بالطبع كان صالحا ولكنه أراد أن يقول لذلك الغني مقياس الصلاح عندك غير مقياس أنا ترى كم واحدا منا يمكن أن يكون مكانه ترى كم واحدا منا إن رجعنا للوراء ألفي عام يقول أيها المعلم الصالح ويتلقى ذات الرد أقول صراحتك قائد أظن أني أعرف الرد علي لأنني تلقيته بالفعل سأحكي لكم عن قول الله لي إن لدي مفهوم خاطئ عما هو صالح منذ سنين في التسعينات سافرت إلى السويد لحضور مؤتمر وبعد ليلة في السفر وصلت وجاء من سيقلني وقال لي في الغالب أنت لا تعلم ما حدث لأنك كنت في الطائرة الأميرة ديانا قتلت بالأمس في حادثة سيارة الخبر دمرني لم أستطع أن أصدق أذني ثم أخذني إلى الفندق ودخلت غرفتي وألقيت حقائبي على الأرض وبثياب سفري من الولايات المتحدة فتحت الـ CNN والـ BBC كنت أشاهد وأنا غير مصدق أن حياة هذه السيدة الشابة انتهت هكذا فجأة سأخبركم كان زواج ديانا متزامنا مع زواج بليزا وكنا نتابعهما ليزا تشتري المجلة التي عليها الصورة ديانا وبصراحة كنت أحيانا أقرأها قبل ليزا لأني كنت أحبهما وكنت أراها جميلة تستخدم جمالها لمساعدة الناس أعجبت بما تفعله كان زوجين رائعين وطلاقهما كان مأساة لي فجلست أمام التلفاز ساعتين كاملتين لأرى الأخبار والناس واقفين أمام بيتها يضعون أكليل الزهور ويبكون ثم قلت لنفسي سوف تعذ في المساء يجب أن تغلق التلفاز وتستعد للعذى فأغلقت التلفاز وبقيت حزينا في غرفتي طوال اليوم ولكن كان هناك شيء شعرت بخطأ ما من الصعب وصف هذا الأمر ولكنني شعرت أن هناك خطأ ما فبعد أن أغلقت التلفاز جثوت على ركبتي في السويد في تلك الغرفة وقلت يا روح الله أنا لا أفهم حزين على موتها ولكن هناك خطأ ماذا يحدث؟ لم أسمع أي شيء إلا اقرأ رؤية 18 يجب أن تعرف أنني لست دارسا متعمقا لسفر الرؤية لقد قرأته كثيرا لكني لم أعرف المكتوبة في سفر الرؤية في الأصحة الثامن عشر فبدأت أقرأ ووصلت للعدد السابع وبدأت أرى أمورا قرأت بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذي يدينها قوي وسيبكي وينح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها دعوني أقول هذا بسرعة لم يكتب هذا تاريخيا عن ديانة لكن كان الروح القدس يحاول أن يجعلني أربط بعض الأمور عندما نظرت إلى الآيات ربطت الأمور حالا لقد مجدت نفسها وأعلنت نفسها ملكة على قلوب الناس مكتوب كما تنعمت وتنعمت كلمة قليلة على ما كانت تعيشه وناح ملوك الأرض لقد ناح ملوك الأرض بالفعل حين ماتت في تلك الحادثة المأساوية أذكر أني رأيت أغلب قادة العالم الغربي أو ممثليهم في جنزتها فرأيت ارتباطا مباشرا هنا ولكي أكون صريحا معكم بدأت أغضب وأنا في الغرفة يا رب كيف تقول إن هذا يمثل ديانة مستحيل حزنت قليلا كنت مصدوما قلت هذا مستحيل قلت يا رب إنها خيرة لقد ساعدت ضحايا الألغام وساعدت الأيتام وسمعت هذا في قلبي تباهت بعصيانها لعائلتها أمام العالم تفاخرت بزناها أمام العالم كله لم تخضع لي قلت ولكن كل الخير الذي عملته وسمعت الرب بوضوح يقول بني لم تنجذب حواء إلى الجزء السيء من شجرة معرفة الخير والشر بل للجزء الجيد وعندها فتحت على تكوين ثلاثة وبالطبع قرأت هذا فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وشهية فرأيت هنا جيدة وبهجة وشهية فأخذت منها جلست بفم مفتوح وأدركت أنني لم أكن فاهما لمعنى كلمة جيد قال الله لي هذا بعدها مباشرة بني المسيحيون الصالحون بين قوسين لا ينجذبون إلى خطايا هذا العالم الفاضحة الفاسدة ولا إلى العربدة وما إلى ذلك من الحفلات المليئة بالسكر بل قال هناك جيد ولكنه ليس خاضعا لي بل هو عصيان علي وفجأة أدركت أني لا أعرف ما هو الجيد ثم بدأ فيه عملا بدأ الله يعمله ليعلمني أنه في آخر الأيام ما سيخدع الناس ليس الشر بل الخير الذي في نظر الله شر وأيضا هناك آية في أمثال 14-12 تقول توجد طريق تظهر لإنسان مستقيمة أي جيدة وعاقبتها طرق الموت دعوني أتحدث عن طرق الموت أولا قال الله لإرمي النبي هأنذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت هنا طريق الحياة وطريق الموت لا تعني موت الوفاة والهلاك طريق الحياة وطريق الموت بمعنى طريقة تفكيرنا إذا نظرت إلى الجنة التي أرشدني لها الرب شجرة الحياة ترمز لحكمة الله الحياة فيه معرفة الخير والشر ترمز لحكمتنا بدون حكمته وكما ترون هنا المعركة بين الإنسان وخالقه منذ ذلك الوقت نظن أننا نعرف الأفضل لحياتنا أكثر من الله فإن قلنا عن شيء إنه جيد واختلف الله معنا هنا الصراع إن نظرت إلى ما يقوله الله لأنه المخلص يقول طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة كل جواهرك لا تساويها في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط ماذا يريد الله لحياتك؟ ما يريده الله لحياتك هو طول الأيام يريد غنى ومجدى يريد لك نعما يريد سلاما حكمته ستعطيك ذلك لسبب ما نظن أننا نعرف الأفضل لنا أكثر منه لذلك كثيرا ما نلومه مع أننا نتخذ قرارات غير مبنية على حكمته مصدر الخير لذا إن أعدت النظر تقول الآية توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة بمعنى آخر في الظاهر تبدو مفيدة وأساسية تبدو مقبولة تبدو نافعة ولكن يقول الله الآخر طرق الموت مرض فقر كآبة حزن طرق الموت لم يكن هذا في الجنة قبل أن يفصل آدم وحواء حكمتهما عن الله سفر العبرانيين يقول لنا شيئا يفتح أعيننا أكثر يقول الحكماء الحكماء عبرانيين 5-14 الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر حواسكم تتدرب لتميز الخير عن الشر هنا لا يقصد حواسا مادية لأنه في بداية الكلام في العبرانيين يقول لدي كلام ولكن صرط متباطئ المسامع لم يكن يتحدث عن آذانهم بل عن قلوبهم لديكم خمسة حواس روحية غير مادية يقول الكتاب ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب كيف تتذوق الله يقول الكتاب من له أذنان للسمع فليسمع لا يقصد هذه بل هذا يقول الله لكي تفهم ما هو الخير وما هو الشر يجب تدريب حواسك وهذا هو هدف الرسالة هدف الرسالة تدريبنا بكلمة الله لنميز بين ما هو خير بحق وما هو شر بحق لو كانت حواء انخدعت في جو الكمال ذاك حيث لم يسئ إليها أب ولم يستغلها مديرها ولكنها انخدعت وصدقت أن الشر هو خير فكم بالحر في أيامنا في المجتمع الساقط أنتم معي؟ كيف خدعتها الحية؟ لنبدأ من هناك هذا ما أراد الله أن يلفت نظري إليه لنسأل أنفسنا كيف استطاعت جعل امرأة تعيش في محضر الله كل يوم في حياتها تنقلب على الله لأنه إن فهمنا كيف فعلتها سنفهم كيف تخدعنا إذن ماذا يحدث هنا في الجنة؟ جاء الله يوما وقال من جميع وقد قال هذا لآدم قبل خلق حواء من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت هذا ما قاله قال الله كل من أي شجرة هنا معدى واحدة انظروا صلاحه صلاحه يقول كل من أي شجرة تعجبك كان هناك أكثر من 2500 شجرة مثمرة على الأرض كل منها كانت ممثلة في الجنة فكان هناك ألفي شجرة يمكن أن يأكلوا منها وصلاح الله يقول كل من أي شجرة ويمنع واحدة ماذا فعلت الحية؟ أولا استهدفت حواء وليس آدم وهذا لسبب سأقوله لاحقا انتظرت حتى أتت حواء ونظرت إلى الشجرة فقالت لا يمكنكم أن تأكلوا من أي شجرة ماذا تفعل؟ ما هي خطوتها الأولى؟ أن تحول نظرها من كل ما يمكنها أكله إلى الشيء الوحيد الممنوع ماذا عنا؟ لقد أعطانا الله الكثير لو طلب مني أن أسرد لكم بركاته علينا سنسهر الليل وغدا وبعد غد عالم الكتب لن يسعى كل ما فعله معنى إن فكرت في الأمر لكن العدو ينقل عينيك من كل عطايا الله إلى الممنوع أنتم معي؟ جيد إذن إجابة حواء قالت هذا الكلام من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت لاحظ إجابتها ولا تمساه لم يذكر الله لمس الشجرة قال لا تأكل هذا يجعلنا نتفهم أين نتفهم حواء؟ حسناً معرفتها منقولة وليست معلنة هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة مرامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زور cloudlibrary.org دعونا نرجع هنا عندما قال الله هذا قاله لآدم وليس لحواء والآن خلقت بالتأكيد كان يتمشيان وقال آدم هل ترين تلك الشجرة لا تأكل منها إذن معرفتها منقولة حسناً سأقول لكم كيف حدث هذا في الأنجيل كان يسوع مع تلاميذه ونظر إليه وقال لهم من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فماذا فعلوا؟ بدأوا يقولون كل ما سمعوه من الغير قوم يحنى المعمدان وآخرون إلي وآخرون واحد من الأنبياء ما هذا؟ يقولون له ما سمعوه على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وهذا ما يريده إنه يخرجه منهم وبعد أن قالوا كل ما سمعوه من الآخرين قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا أخرج منهم كل المعرفة المنقولة لهم وقال ماذا أعلن الله لكم؟ فقالوا يا إلهي بطرس إن دفع قائلا أنت المسيح ابن الله الحي فقال يسوع طوب لك يا سمعان ابن يونى لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات هذه معرفة معلنة كيف نحصل على مثلها؟ يمكننا ذلك بعدة طرق أثناء قراءة الكتاب المقدس أو أثناء قراءة كتاب روحي أو أثناء خلوتنا أو أثناء العظة أو خلال رؤية مثل بطرس على السطح أو يمكن أن نتقابل مع كلمة يعلنها الله لقلوبنا خلال اليوم هناك طرق كثيرة يعلن بها الله لنا من الصعب أن نعبر عن الطريقة فأحيانا قد تسمع صوتا في قلبك وأحيانا تجد نفسك تعرف إذ غرس فيك الإعلان وأحيانا تجد قلبك يدق بسرعة وأنت في حضور الرب وكلمته المهم هو أن تعرف يقينا أنك تعرف أما عن المعرفة المنقولة ربما تكون دقيقة لكن الروح لم يعلنها دعوني أذكر مثالا لشخص لديه معرفة منقولة سامع القصة يعظ محبة المال أصل لكل الشرور ولكن لم يطلب الله ولم يصلي بعد العظا فقد قال رأيت الآية وبدأ يقول المال أصل لكل الشرور لا تعبث به المال أصل لكل الشرور إنه ليس المال بل هي محبة المال ماذا حدث؟ إنه لم يطلب الله انظر إلى شعب بيرية يقول الكتاب عنهم إنهم عندما ذهب إليهم بولوس ووعظ كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم ليروا هل الكلام كما قاله بولوس وسيلة؟ الشرف هنا معناه انفتاح الذهن وكأنهم يقولون يا رب ذهننا مفتوح لما تقوله بالتأكيد كانت هذه الكنيسة قوية لأن يسوع قال على هذه الصخرة صخرة المعرفة المعلنة سأبني كنيستي ليست معرفة منقولة إنها معلنة هل تتابعون؟ الخطوة الثانية في خطة الحية عبارة عن النقد المباشر للكلام الذي يقوله الله فقالت الحية للمرأة لن تموتها بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر قالت بل الله عالم ماذا تقصد بقولها بل الله عالم تقصد أن الله يمنع عنكم أمرا شيء يعرفه وأنتم لا إنه يمنع شيئا عنكم في هذه الشجرة وهنا الخطوة الثالثة إنها تنظر للشجرة وتراها جيدة وتراها شهية وستجعلها حكيمة وفجأة تقولها كذا ما الذي يخفيه الله ويمنعه عني؟ هناك شيء جيد لي في هذه الشجرة ولكن الله يمنعه عني الحية تشوه شخصية الله أمامها فتجعله يبدو كأنه يأخذ مع أنه العاطي وعندما يشوه شخصية الله في عينيها حتى في هذا الجو الكامل سيقلبها عليه شيء جيد في الشجرة يمنعه عني هذا قاس إنه ليس صالحا كما يدعي لهذا السبب قال الرسول يعقوب في أساح واحد أظن هذا رائع قال يعقوب هذه الكلمات قال لا تضلوا قولوا تضلوا إخوتي الأحباء هناك مشكلة واحدة في التضليل إنها التضليل تظن أنك على حق وأنت في الواقع مخطئ لا تضلوا يا إخوتي الأحباء كل عطية قولوا صالحة كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير لا يهم كم تبدو جيدة أو كم تظن أنها ستجعلك حكيما أو غنيا ليست من الله ليست خير لا يوجد أي شيء ما يخصده يعقوب لا يوجد ما هو جيد لحياتك بدون الله آدم وحواء وآدم كان معها وقتها نرى هنا رجلا كان يجب أن يساعد زوجته في وقت حاجتها إليه حين اقتنع أن هناك خير بدون الله مات أرأيتم؟ إذن دعونا نعرف ما هو الخير أصل الكلمة في اللغة العبرية طوب تا وابا The Complete World Study يقول إن معناها أن تكون سعيدا ومقبولا وتفعل الصواب وموصوعة كلمات الكتاب تقول ما هو أعمق سأقرأ لكم تعريف كله المبدأ الذي يجمع كل استخدامات الخير هو التقييم قول التقييم لكي تحدد ما هو جيد يجب أن تقارن بين أشياء وصفات وأفعال بغيرها يجب أن تفاضل بين ما هو مفيد وصحيح وما هو غير مفيد وخاطئ من الأشياء والصفات والأفعال قصة الخليقة تقدم طوب بطريقة كتابية عندما يرى الله ما عمله ويقول عنه حسن الله يقيم هذا لأن الله جعل الإنسان مشاركا له في صورته فجعل البشر يعرفون كيف يقيمون أيضا لكن الخطيئة شوهت فهم الإنسان لهذا السبب الله فقط هو الذي يقيم بطريقة صحيحة وفقط لأن الله شاركنا في كلمته بتقييماته لما هو جيد نحن الذين نطق به يمكننا أن نؤكد بثقة كاملة أن شيئا أو صفة أو فعلا ما مفيد لنا المفتاح هو التقييم اختار آدم وحواء أن يقيم ما هو جيد بعيدا عن حكمة الله وهذا هو السقوط هذه هي مشكلة البشرية سأذكركم بالآية توجد طريق تظهر لإنسان مستقيمة وعقبتها طرق الموت سيكون هناك أنماط سلوكية وأفكار معتقدات وما يعتبر عاديا وعادات وتقاليد كلها تبدو مقبولة بحسب تقييمنا وسيظهر خطأها في بناء حياتنا ومع الوقت ستأخذ كل حياتنا إذن ما هو مقياس الصلاح الذي سنثق به؟ هل فكرتم في هذا؟ ما هو المقياس؟ حسنا في تيموثاوس الثانية يقول بولوس في رسالته الأخيرة يقول كل الكتاب كل الكتاب كل الكتاب هو موحا به من الله ونافع للتعليم أي لنعلم ما هو جيد والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر أي تصحح أعمالنا عندما نخطئ وترشدنا لنفعل الصواب أو الخير انظروا يقول كل الكتاب قولوا كل الكتاب لم يقل جزءا منه بل قال كل الكتاب من وجهة نظري إما كله موحا به أو أنه معيب مادم قال كل الكتاب هو موحا به إذن لا يمكن أن أترك شيئا نتحدث عن هذا يتكون الكتاب من ستة وستين سفرا مكتوبين بلغات مختلفة نعرف على الأقل ثلاثة منهم في ألف وخمسمائة عام أربعة وأربعون كتبوا هذه الأصفار على مدى ألف وخمسمائة عام من ثلاث قارات مختلفة هناك رجال من مختلف دروب الحياة كتبوا نفس هذا الكتاب بلغات مختلفة ومن قارات مختلفة منهم الصيادين ورعاة الغنم ورجال من الجيش وملوك وطبيب وجاب ضرائب وشخصيات أخرى وحدة الموضوع في هذه الكتب المختلفة أمر عجيب جدا لو أنا لديك لجنة وطلبت من أربعة وأربعين كتبا في قدن ونصف أن يكتبوا قصة هل يمكنك ذلك؟ لا أظن لم يكن هناك لجنة كانوا فقط أربعة وأربعين رجلا كتبوا كل هذه الكتب المختلفة خلال ألف وخمسمائة عام والكتب كلها متزامنة تماما سأخطو خطوة أبعد لننظر لدقة الكتاب في العهد القديم هناك ثلاثمائة نبوة مكتوبة عن المسيح الآتي كتبت بعض هذه النبوات قبل ميلاد يسوع بأكثر من ألف عام والثلاثمائة نبوة المكتوبة قالت أشياء فريدة جدا عن المسيح حسنا تحققت الثلاثمائة نبوة كلها في يسوع يشير هذا وحده إلى دقة الكتاب المقدس البعض يقولون لكن هناك آخرون تناسبهم نبوات ربما واحدة أو اثنتين ولكن ليست ثلاثمائة هناك عالم يدعى الدكتور بيتر ستونر في عام الف وتسعمائة ثمانية وخمسين نشر كتابا اسمه العلم يتحدث دكتور ستونر حصل على موافقة الاتلاف العلمي الأمريكي على كتابه واستخدم أكثر من ستمائة طالب في بحثه والذي كان عن الاحتمالات لذا ما فعله ستونر هو أخذ ثمانية من هذه النبوات ثمانية نبوات فقط واحد ميلاد المسيح في بيت الأحم اثنان المسيح يسبقه رسول ثلاثة دخوله أرشليم راكبا على جحش أربعة صديقه سيخونه خمسة سيباع بثلاثين من الفضة ستة هذه الفضة ستلقى في حقل فخاري سبعة سيصمت أمام محاكميه ثمانية سيحكم على المسيح بالصلب كالصن هذه الثمانية استخدموا علم الاحتمالات لإيجاد شخص من زمن المسيح إلى وقتنا هذا أو وقت ستونر عام ثمانية وخمسين تنطبق عليه النبوات الثمانية دعوني أشرح هذا ببساطة معي عشر كرات كرات تينيس تسع كرات منهم صفراء لامعة وكرة واحدة بيضاء ثم وضعتهم في دلو وهزسته وغميت شخصا وقلت تعالى اختر كرة فاحتمال أن يمسك بالكرة البيضاء يكون بنسبة واحد من عشرة صحيح؟ وجد ستونر وطلابه الستماء أن فرصة وجود شخص واحد تتم فيه النبوات الثمانية هي واحد من عشرة أس سبعة عشر ربما تقول ما معنى عشرة أس سبعة عشر اكتب واحد وضع بجانبه سبعة عشر صفرا لا أعرف كيف ينطق هذا الرقم إنها أكثر من بليون أو تريليون فلا أعرف هناك واحد وسبعة عشر صفرا سأساعدكم على فهمي مدى ضخامة هذا الرقم حسنا لدي صديق هنا دون وزوجته شيري من تكسس لأننا سنحضر بعض العملات الفضية سنحضر واحدة أس سبعة عشر عملة فضية حسنا وسنضع علامة على عملة واحدة المشكلة التي سنواجهها هي إيجاد مكان يكفيها دعوني أوضح كمية العملات إذا غطيت ولاية تكسس كلها بعمق قدمين فهذا يكفي هذه العملات الولاية كلها بعمق قدمين وعملة عليها علامة اخلطها غمي رجلا واركبه هليكوبتر قل له يمكنك أن تنزل في أي مكان تريده في كل ولاية تكسس النسبة المحتملة لأن ينزل الرجل ويلتقط العملة الصحيحة هي واحد من عشرة أس سبعة عشر وهي نسبة أن يوجد شخص تتم فيه النبوات الثمانية لنتقدم إن أخذنا ستة عشرة نبوة من الثلاثمائة الذين تموا في يسوع فالرقم لم يعد واحدا أس سبعة عشر بل واحد أس خمسة وأربعين حسنا سيصعب الأمر قليلا اكتب واحد وخمسة وأربعين سفرا من الصعب شرح هذا لأن الأرض كلها لن تسعى هذه العملات لأن الواحد أس خمسة وأربعين عملة فضية يكونون كرة كبيرة من العملات حجمها يساوي قدر المسافة بين الأرض والشمس ستون مرة قطرها خمسة ونصف ميل لقد درت حول الأرض في يوم واحد يمكنك الدوران حول نصف الأرض في يوم في 22 ساعة من أمريكا إلى الهند لن نقدر أن ندور حول كرة العملات لأننا سنحتاج أربعمائة عام من السفر بلا توقف غمي شخصا واسفره أربعمائة عام واسأله متى ننزل؟ ولا تنسى العمق ليس قدمين كل الأرض عملات يجب أن يجد التي عليها العلامة هذه نسبة وجود شخص يناسب 16 ثموة من الثلاثماء التي تمت في يسوع فهمتم لماذا يقول في أمثال ثلاثين خمسة كل كلمة من الله نقية؟ سأختم بهذا وهذا سيناريو افتراضي طلب منك أن تعبر حقلا مليئا بالألغام والنباتات السامة والحفر والرمال المتحركة ونباتات مميتة وأعطيت خريطة فيها مكان كل حفرة ومكان الرمال المتحركة والنباتات السامة وكل لغم ماذا تفعل؟ هل ستلقي نظرة سريعة ثم تذهب؟ أدمن لك ستخرج ميتا أم ستدرسها جيدا ثم أثناء الرحلة تضعها في مكان قريب لتفتحها لتختر طريقك لتصل إلى الجانب الآخر سليما تماما هذا العالم حقل ألغام أعطانا الله خريطة مكتوب سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي والسؤال هو هل نبال به؟ هل نأخذ منه حكمة ترين الطريق؟ أم نعرف أكثر من الله ونقيم الأمور بحسب حكمنا مثل حواء؟ القرار لنا أنا أريد أن أعرف الجيد في نظر الله هل سفدتم شيئا؟ أراكم قريبا ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم في الجيد أم السيد مرحبا بكم في الجيد أم السيد الصلاح بدون الله لا يكفي عنوان المحاضرة البداية سأشارككم بما سنتحدث عنه في المحاضرات الخمس التالية في المحاضرات التالية سنبني بيتك تعرفون أن الله يشبه بناء حياتنا ببناء البيت حين تبني بيتا أذكر حين بنينا بيتنا الأول رموا الأساس لم نهتم به كثيرا نظرنا إليه ومضينا ولكن بعدها بدأوا في الهيكل وبدأت أرى الحجرات ثم بعد الهيكل بدأت المتعة عندما بدأوا في البلاط والدواليب والإضاءة وهكذا رسالة اليوم تشبه هذا سوف نبدأ بالأساس ثم الهيكل اسمعوا إن كان أساسك وهيكلك ضعيفين لن يصمد بيتك في العواصف إذن أولا سنتحدث عن الأساس وهذا هدف المحاضرة إذن رميا ثلاثة من عشر إلى اثنى عشر يقول ليس بار ولا واحد ليس من يفهم الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حسنا هذا واضح الله لا يرى صالحا أعتقد أن هذا ما يقصده إذن لماذا هذا لأننا ولدنا عبيدا صحيح ولدنا عبيدا عبيد للخطية تعرفون أن الكتاب يقول في رميا الأصاح السادس كنتم عبيدا للخطية عندما عصى آدم وحواء الله وأكل من شجرة معرفة الخير والشر تلك قال الله يوم تأكل منها تموت لم يموت بالجسد إلا بعدها بوقت طويل لكنه من فصل عن حياة الله تغيرت طبيعتهما طبيعتهما لم تعد على صورة الله بل على صورة سيده من جديد الموت لذا يقول الكتاب المقدس إن آدم أنجب أبناء مولودين على صورته وهكذا ولد أولاده في الموت لذا كل البشر ولدوا منفصلين عن الله بسبب ما فعله أجدادنا لكن الله يحبنا يحبنا كثيرا فقال سوف أعد خطة من قبل حتى أن نخطئ لأعيدكم فالله من قبل تأسيس العالم عرف الحماقة التي سنفعلها وهو لم يقل إنهم أغبياء لنخلق كونا آخر وأناسا يحبوننا لا الله يحبنا فقال يسوع أريدك أن تدفع الثمن لأنهم يجب أن يستعيد طبيعتنا اعلموا هذا أعطى الله الأرض للإنسان لا يمكن أن يأتي كإله وينقذنا كان يجب أن يصبح إنسانا لهذا كان يجب أن يولد يسوع من عذراء فأصبح إلها كاملا وبشرا كاملا أمه بشر وأبوه الله فلم يكن لديه طبيعتنا الخاطئة يجب أن تعرفوا أننا قد ولدنا أمواتا روحيا الموت الروحي لا يعني أن لا تكون موجودا بل يعني أنك منفصل عن الحياة وهي الله لم يكن يسوع هكذا إنه الإنسان الوحيد الذي وجد على هذه الأرض الذي أرضى الله وكان صالحا وهكذا يسوع الإنسان البار الوحيد صلب على الصليب وبهذا أخذ حكمنا أخذ خطايانا الخطية هي عصيان السلطان الله ومات وقدم نفسه ذبيحة وهكذا النتيجة أنه سفك دمه الملوكي ليعيد لنا حريتنا هذا مذهل والآن مكتوب إن اعترفنا به ربا وآمنا في قلوبنا أن الله أقامه من الأموات نستطيع الاستفادة بما فعله لنا وكأنك متهم بالقتل وستعدم ويأتي رجل ويقول أحب هذا الشخص اقتلوني بدلا منه الآن لن تعدم لأنه أخذ حكمك هذا ما فعله يسوع وهكذا يقول الكتاب إن اعترفت بفمك بالرب يسوع قولوا جميعا الرب يسوع والآن هنا تأتي مشكلتنا لأن الكتاب لا يقول إن اعترفت بالمخلص يسوع بل يقول إن اعترفت بالرب يسوع كلمة رب تأتي من الكلمة اليونانية كيريوس ومعناها سيد مالك السلطة العليا هنا الخلل الأساسي خاصة في كنيستنا الغربية لأن اعترافنا به كمخلص لا يمنحنا الحرية ويعطينا حياة جديدة كلمة مخلص تأتي 36 مرة في الكتاب وكلمة رب تأتي أكثر من 7000 مرة التركيز على أي منهما الربوبية توضح مكانته أما كلمة مخلص فهي تصف عمله لا يمكننا أن نستفيد من عمله إلا حين نخضع لسيادته ولدنا عبيدا ولكن خلقنا بإرادة يجب أن نختار بأنفسنا أن نقبل خلاصه بشروطه هو أرى الأمر هكذا لنقول إن هناك جزيرة وملك صالح منح جدك الجزيرة ولكن جدك لم يحمها رغم أن الملك قال ذلك ولأن جدك لم يحمها أتى سيد شرير بعشرته وانتصروا على جدك وألقوه في السجن هو وجدتك ووالدك أيضا فولدت في السجن ثم رأى الملك الصالح أن الجزيرة أخذها هذا السيد الشرير فقال الملك الصالح يجب أن ندمر المجتمع الموجود على الجزيرة الآن لأنه فاسد لكن الملك الصالح يحبك أنت وجدك وأبنائه فأتى الملك الصالح وحارب الشرير وجنوده وغلبهم ثم ذهب الملك الصالح وجنوده إلى السجن وفتحوا أبواب السجن كلها وقال لك أنت وعائلتك وعائلتك كبيرة أنتم أحرار يمكنكم أن تخرجوا من السجن وتأتوا معي سأعود بكم في مركبي إلى مدينتي فتعيشون تحت سيادتي الآن القرار لك يمكنك أن تقرر لأنه لو كان الملك قال لك أنت حر عليك أن تتبعني هذا استبداد أيضا لذا يقول الملك لقد منحتك الحرية إن اخترت أن تتبعه ترجع مدينته وتخضع لقوانينه هو لا يمكنك أن تخرج وترجع مدينته وتعيش كما يحل لك يجب أن تخضع له إن قررت ألا تخرج فعندما يخرج الملك وأقاربك الذين وافقوا جيشه سيدمر الجزيرة نفس المصير الذي سيلقاه السيد الشرير سيلقاه من رفضوا أن يخضعوا للملك الصالح اعلموا أن الله لم يخلق الجحيم للبشر قال يسوع هذا في متى 25-41 النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته الله لم يصنع الجحيم لك بل لإبليس وإبليس يأخذ الناس معه ولنفسي هذا السبب أخرج الله آدم وحواء خارج الجنة لأن الله قال إنهم ميتان روحيا وإن أكل من شجرة الحياة سيظلان هكذا للأبد أراد أن يفديك ويعيد إليك طبيعته فتعيش بها إلى الأبد إن قال سأدخل الجميع السماء فهكذا طبيعة الموت والخطية والفساد ستدخل ملكوته الأبدي والكثيرون من الأبرياء سيتأذون لهذا يقول اختر الجو هادئ هل تسمعونني؟ دعوني أوضح الربوبية أكثر كولوس 2 ستة وسبعة يقول فكما قبلتم المسيح يسوع الرب قولوا الرب أسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان لم نعد نتغذى من شجرة تقييمنا الشخصي للصواب والخطأ نعيش فيه الآن خلق الله آدم وحواء ليعيش فيه اسمع هذا أنا متزوج من ليزا منذ ثلاثة عقود الآن ليزا طاهية ماهرة لدي أصدقاء قالوا لزوجتي هل يمكنك أن تعلمي زوجتي طريقة البستو؟ وأحد الذين قالوا ذلك موجود يمكنها عمل أفضل بستو في العالم إنها طاهية مذهلة كنت أقول لها مازحا أنت طاهية الخبيرة يا حبيبتي قلتها ربما 12 مر لكن ألاف المرات كنت أقول ليزا أنت زوجتي طاهية أي ما تفعله زوجة أي مركزها في الخطبة في عيد ميلادي طهت تلك الوجبة الشهية لم يربطنا هذا رسميا قبول يسوعك مخلص لا يمنحك علاقة رسمية معه كثيرا ما رأيت خداما غربيين يقدمون الخلاص دون أن يقولوا كلمة عن ترك خطايانا والخضوع لسيادته أسمع دعوات تقول كل ما عليك فعله هو الاعتراف بيسوع كمخلص لك وستصبح ابنا لله أو دعونا نصلي هذه الصلاة معا يسوع تعالى إلى قلبي خلصني اليوم شكرا لأنك جعلتني ابنا لله عذاتنا تبدو جيدة ومناسبة لآيات منفصلة في العهد الجديد لكنها ليست حكمة الله يجب أن نقيم أنفسنا قال يسوع هذا الكلام في مرقص ثمانية قال من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك ليس من أراد أن يهلك بل من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها أولا تنكر نفسك لا يمكن أن يكون لك سيدين لأنه أثناء سيرك سيطلب السيدان أمرين وأنت ستختار إن لم تختر أن يكون هو الأعلى ستختار الخطأ لأنه سيكون الأسهل على جسدك إذا ألقينا نظرة على أسلوب تبشير يسوع للشاب الغني يجب أن نلقي نظرة عليه أعتقد أن لين سيساعدني تعال يا لين اقفز كم واحدا منكم يتذكر الشاب الغني لين أرجوك قف هناك سأجعلك تمثل دور يسوع اليوم وأنا سأكون الشاب الغني كم واحدا منكم يعرف الشاب الغني والآن كم واحدا منكم يرى هذا الشاب الغني يخرج من عربته المرسيدس وهو يرتدي رداءه الأرماني وساعته الروليكس ومساعدوه يحطون به ويذهب ليسوع بعجرفة قائلا ماذا أعمل لكي أخلص كم منكم رأى هذا دعوني أرى أيديكم حسنا تعلمون أن هذا ليس ما حدث دعوني أريكم من الكتاب انظروا وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد قولوا ركض وجث له وسأله أيها المعلم الصالح أريد أن تروا ما حدث يسوع وسط الجموع وهذا الشاب وهو أغنى رجل فيهم يأتي راكدا ويقول أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأخلص قل لي ماذا أعمل لأخلص هذا ما حدث ما رأيكم كانت لديه رغبة في الخلاص نعم بالتأكيد هل جاء إليك شخص ركضا وجثى وشد ملابسك وقال ماذا أفعل لكي أقلص ماذا سيكون رد فعلنا سنقول صالي هذه الصلاة يسوع تعالى إلى قلبي أقبلك كمخلص لي سامحني أنت الآن مؤمن لم نقل شيئا عن التوبة ولا عن التغيير من محبة العالم صالي الصلاة المعروفة حسنا إن كان يسوع يريدنا أن نخدم هكذا كان يجب أن ينظر له ويقول صل هكذا وتعالى اتبعني لكن ماذا فعل يسوع نظر إلى حياته ورأى شيئا سيمنعه من أن يكمل الطريق بنجاح الله يهتم بالبداية أم النهاية نحن هنا في أمريكا نهتم بالبداية أكثر من النهاية يسوع رأى أن هناك شيء في حياة الشاب في الطريق الله سيمليه هذا وما يحبه سيمليه هذا فيختار هذا هو يحب المال لأن هذا الشاب حفظ الوصايا من الخامسة إلى العاشرة بالكامل الوصايا كل هذه الوصايا عن العلاقة بالآخرين حسنا ولكن ما لم يذكره يسوع هو الوصايا الأولى إلى الربيع لأنها عن علاقتنا به قال سوف يكون هناك شيء بينك وبين الله حبيب آخر يعوقك تخلص منه انكر نفسك بيع كل ما لك وأعطي الفقراء احمل صليبك واتبعني عندما قال هذا ومكتوب أنه نظر إليه وأحبه وعندما قال هذا ماذا حدث اسمعوا فاغتم قول اغتم على القول ومضى حزينا حسنا لنقول إنك الشاب الغني ليبدو عليك الحزن الشديد واستدر ولا تذهب ابقى هنا واحزا إذن الشاب ممثل بارع الشاب جاء متحمسا ولكن بعد عزة يسوع اغتم هل ترون يسوع ومجلس شيوخه في الكنيسة الأمريكية اليوم يقول رجال الأعمال يا يسوع شجعناه شهورا أعطيناه إنجيلا وكتبنا اسمه عليه وتحمسه لحضور الاجتماع لكن بعد هذه العظة لن يرجع يسوع لماذا تحدثت عن موضوع حمل الصليب هذا لماذا لم تكن حنونا معه هل تفهم كان يمكنه أن يكمل كل مبانينا بجرة قلم هل تفهم بجرة قلم إنه أغنى رجل في المدينة بليونير كان سيمول كل قوافلنا كنا سنطعم فقراء أكثر يا يسوع ماذا فعلت كنا سننقذ فتيات من تجارة الجنس ماذا فعلت إن استمريت هكذا لن يحضر أحد هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل الفيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org والآن كنت أصلي وقال الروح القدس بنيه هل لاحظت أني لم أفعل ذلك؟ مضى الشاب حزينا ويسوع لم يقل انتظر 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 دقيقة المحيدة أنت يهودي وأنا يهودي نعرف سفر الأمثال حسنا أمثال تسعة عشر سبعة عشر يقول من يرحم الفقير أي يعطي الفقير يقرد الرب ألا ما أقول لك؟ بيع كل ما لك وأعطي الفقراء أليس كذلك؟ من يرحم الفقير يقرد الرب وعن معروفه يجازيه أفهمت؟ أنا أساعدك أساعدك للحصول على البركة وسيرد لك مئة ضعف أيضا فتقول أنه جاهز أليس هذا مكتوب؟ مكتوب من يرحم الفقير يقرد الرب وعن معروفه يجازيه لماذا لم يقل يسوع له هذا؟ لأنه إن أكملت القراءة بطرس صدم مما حدث وقال نحن تركنا كل شيء وتبعناك فقال ليس أحد ترك بيتا أو عائلة أو حقولا إلا ويأخذ مئة ضعف الآن لماذا لم يقل هذا للشاب؟ لأن يسوع لا يغري الخطاط ليجعلهم يدبعوه لم يبع نفسه مر على بطرس وقال اتبعني لم يقل اتبعني وسأعطيك خدمة جيدة وسلاما وصحة جيدة آسف قال ستصطاد الناس الوعد الوحيد بطرس تبعه لشخصه الرب ملك الكون إنه خالقي الله الظاهر في الجسد وهنا في أمريكا نحن نبيع يسوع نتحدث عن المنافع يجب أن تتبع يسوع فياتي الناس ولا زال أحباؤهم معهم ماذا يحدث؟ لن أحضر الكنيسة لن أدفع العشور لن أطيع كلام الكتاب أحب يسوع فهو لطيف صليت صلاة التوبة أنا مؤمن لا تثقل بالدينونة أترون ما قد زرعناه؟ كما ربحناهم سنحفظهم فإن بعت يسوع لتربحهم يجب أن تبيع المسيحية لتحتفظ بهم فأصبحنا نصنع مؤمنين مستهلكين لا مؤمنين خاضعين لسيادته ماذا سيحدث لنا إن أتى اضطهاد حقيقي؟ كنت رائعاً صفقوا له شكراً ممثل رائع لم يقل يسوع فكرة جيدة أن تنكر نفسك بل قال يجب أن تنكر نفسك وتحمل صليبك وتدبعني ما معنى أن تحمل الصليب؟ في غلطية 22 يقول بولوس مع المسيح صليبت لا يتحدث عن الصلب الحرفي لأنه حي ويكتب عما يتحدث فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله السر أنه يعيش في المسيح كما رسم لآدم أن يعيش من شجرة الحياة واضعاً كل ثقته في الله وليس بالاستقلال عنه يقول بولوس أستمد حياتي من يسوع كثيراً حين يسمع أحد إنكر نفسك واحمل صليبك يظن أن إنكر النفس هو هو حمل الصليب لا احمل صليبك تعني سأعيش حياتي مغروساً فيه رميا ستة أربعة كما أقيم المسيح من الأموات هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة رميا ستة ستة وسبعة عالمين هذا أن إنساناً العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كان هناك أمور لم أستطع التحرر منها قبل الإيمان لكن عندما تعلمت كيف أخضع للمسيح هربت من أمور لم أستطع الهروب منها من قبل لماذا يصارع مؤمنون مع خطايا كثيرة؟ وهم أحرار السبب هو أننا لم نعلمهم كيف يخضعون للمسيح كيف يتقون به تحت سيادته أنا مقتنع تماماً أن الناس محبطون من المسيحية لأننا نبيع لهم إنجيلاً يخلو من السيادة لذلك فهو إنجيل بلا قوة لا شيء يتغير لماذا؟ لم يحملوا صليبهم المسيح ليس داخلهم إنه دين شكلي ألازلتم معي؟ المكان هادئ أنتم هنا؟ حذرنا يسوع تحذيراً مهماً قال بعد أن يمضي سينادى بإنجيل وسيقبله كثيرون إنجيل خلاص دون سيادة وعواقب هذا هي تقليص الرب إلى مجرد لقب وليس مركزاً يتقلده في حياتنا سيدعونه رباً ولكن لن ينكر أنفسهم قال يسوع في متى سبعة واحد وعشرين ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات ليس كل من يقول لي لا يقول من يقول لبوذا ولا من يقول لكونفوشيوس ولا من يقول لمحمد بل ليس كل من يقول لي يسوع المسيح يقول يا رب يا رب يقول يا رب يا رب لماذا مرتين الكتبة العبريون كانوا شديد الدقة وهكذا يؤكدون الكلمة عندما نريد تأكيد كلمة نكتبها بحروف سميكة مثلاً لكن الكتب العبري يكررها تكرار كلمة يعني التأكيد عليها فمثلاً داود عندما قتل ابشلوم تقرأون في سمويل الثاني وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم يا ابني ابشلوم يا ابني ابشلوم ابني يا ابني لو كنت هناك كنت سمعت هذا يا ابشلوم ابني يا ابني هناك تأكيد وانفعال عند يا ابني لأن ابنه كان قد قتل ففي الآية ليس كل من يقول لي يا رب يا رب متى كان جالساً في الموعظة على الجبل ويسوع قال ليس كل من يقول لي يا رب فيسوع أراد التأكيد على كلمة رب لم يقل من يقول لي يا مخلص وقال لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله تعيشون وحياتكم ملككم تقيمون الصالح بدوني أنتم معي؟ ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات يسوع يعرف الناس الذين ينادونه يا رب ويعرف أيضاً الذين لديهم مشاعر عاطفية نحوه قولهم يا رب يا رب تعني أنهم منغمسون في المسيحية ليس هذا فقط اقرأ الآية التالية وسأقرأها من ترجمة The Message عدد 22 في الدينونة الألاف سيتبخترون وهم قادمون إلي قائلين يا سيد لقد وعظنا وأخرجنا شياطين والجميع يتحدثون عنه هؤلاء لا يدعونه رباً فقط وليسوا منغمسين عاطفياً في الإنجيل فقط بل هم يعذون وغارقون في الخدمة عادة ما نظن أن من يدعي يسوع رباً وله عواطف تجاه الرب من يكرزون ومنغمسون في الخدمة هم مخلصون يسوع يقول في الآية التالية ليس كذلك ماذا يقول في العدد التالي فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني فاعلي الإثم والآن أريدكم أن تفهموا شيئاً هذه علامات المؤمن له عواطف تجاه الرب يعذ ومنغمس في الخدمة هذه علامات المؤمن ولكنها ليست كل العلامات يسوع يقول الأمر الذي سيفرق لأنك ستجد كل هذه الصفات في كل مؤمن حقيقي منغمس في الخدمة ويعذ ستجد هذا في كل مؤمن الفرق الوحيد بين المجموعتين المجموعة الأولى تمارس الإثم أو القطية الكلمة المفتاحية هي تمارس هؤلاء ليسوا ممن يقولون آسفين يا يسوع ولكنهم يعيشون في القطية قائلين أنت معقد ألا تفهم النس يعيشون معاً اليوم حسناً أنا أحب صديقتي توقف عن تسمية الأمر زناً هذا كلام جار عليه الزمن ادخل القرن الواحد والعشرين أحبها حسناً أنا لا أنام مع أخريات أنام مع فتاتي فقط أنا مؤمن أتعلم سنطعم الفقراء هذا الأسبوع نعم كنت أعظ كل أصدقائي عن يسوع حدث هذا معي سافرت هواي أحب هواي إذ أقوم باكراً وأقضي خلوة رائعة جاءني شخص من نيويورك قال يا جزيرة رائعة الفتيات هنا مذهلات وتحدث عن الحفلات ثم قال ما هو عملك؟ قلت أنا خادم فقال مجداً لله لا أمزح قال هذا قال أنا عض في كنيسة للدراجات البخارية في نيويورك وهل تعلم أننا كنا نعذ الناس وعصابات الدراجات البخارية و يا إلهي زوجتي والفتات في الغرفة فوق فقلت أنت تحدثني عن الفتيات في الجزيرة وتشتم وتتحدث عن الحفلات الليلية وكذا والآن فجأة تتكلم بلغة المؤمنين حسناً تفهمون؟ حناية أحد تحت سيادته يقول سأعيش كما تريد سنعيش مثل حياة السماء والله قالها علىنا هذا العالم كله فاسد متأثر بروح هذا الزمان لذا لن نعيش هكذا سنعيش تحت سيادتك ويسوع يقول هؤلاء سيصدقون أنهم مخلصون أعطاني الله رؤيا كان ذلك في الثمانينات رأيت عدداً ضخماً من الناس لم أستطع رؤية آخرهم كانوا كثيرين يسدون الأفق هؤلاء أتوا إلى الباب ويسوع خلفي في الرؤية كل هؤلاء كانوا يدعونه رباً وكلهم متوقعون القول وادخل إلى فرح سيدك وسمعت كلمات اذهبوا عني وأراني الله وجوههم في تلك الرؤية الصدمة والرعب على وجوههم وفجأة قلت في نفسي هل أعرف الحقيقة الآن أم أعرفها في الدينونة عن نفسي أفضل أن أعرفها الآن وأحبكم بما يكفي الله يحبكم بما يكفي ليقولها لكم الآن كلمة رب ذكرت أكثر من سبعة آلاف وثمانمائة مرة هذا لقبه المخلص ست وثلاثون مرة ولكي تتبع يسوع يجب أن تنكر نفسك وتحيا فيه حين تحيا فيه وسنعرف ذلك في المحاضرات التالية ستريد تمجيده لعلكم استفدتم ترجمة نانسي قنقر 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 عنوان المحاضرة الجي بي اس الداخل الخاص بك الآن دعوني أبدأ بسؤال سأسأل وكون صرحاء معي ما هو هدفك الأساسي في الحياة؟ بمعنى آخر أي رغبة تفوق كل رغباتك؟ كن صادقاً لأنه إن صدقت لن تجد نفسك في مكان لا تريده فمثلاً إن أخذت هاتفي واتجهت للمول وضبطت هاتفي على عنوان المول أو ظننت أني فعلت ذلك وإذ بي في المطار سأغضب حين أرى بوابة واحد بوابة اثنين سأقول ماذا؟ لأني وصلت مكاناً لا أريده هذا لأني ضبطت الجي بي اس بشكل خاطئ فسؤالي هو على ما ضبطت الجي بي اس الداخلي هدفك الأساسي هو ما سيضبط عليه الجي بي اس قال بولوس هذه الكلمات أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا لقد ضبط الجي بي اس كان يعرف ماذا يريد ولا يمكن منعه وسيواجه أي ضقاط أو محن ليصل إلى الهدف المكتوب على الجي بي اس الخاص به حسناً إذن هل الجي بي اس مضبوط على الحصول على بعض المال أم على جمع أصدقاء أم على الحصول على الشهرة أو طريقة معيشة معينة أم أن تكون الأفضل في عملك ربما تريد هذا كله طبيعي لكن ما هي الرغبة الأهم من غيرها هذا هو السؤال الآن حسناً هذا التمييز مهم جداً لأنه إن وصلنا إلى طريق متفرع علينا الاختيار مثلاً أريد الذهاب إلى المول وإلى البقال وأظن أنهما متجاوران ويجب أن أذهب إلى مكان واحد فضبط الجي بي اس على المول ظناً أن البقال بجواره سيبدأ الجي بي اس في إيجاد الطريق إلى المول والبقال ثم يتفرع ويأخذني للمول وسيكون البقال بعيداً وليس لدي وقت وكنت جائعاً سأحبط المول اختيار الثاني والبقال الأول هذا ما أحاول أن أجعلكم تفعلوه حددوا ما هو هدفكم الأساسي هذا مهم لضبط الجي بي اس بطريقة صحيحة لذا لو هدفك أن تصير مهذباً ومستقيماً ومعروفاً بصلاحك بصحة جيدة وغنياً ربما تصبح كالشاب الغني رجل مخلص ينقصه شيء لو هدفك جمع أصدقاء ربما تصبح كهارون بين جمهور جمهور عظيم كما يظن وهو محط أنظارهم ولكنه يبعد قلوبه معنى الله ربما تريد أن تكون فناناً أو قائداً أو تريد أن يكون لديك أدباع على تويتر أو فيسبوك ربما تحقق هدفك ولكن تصبح كعزية الذي كان معروفاً في الأمة ولكنه مات وحيداً ربما الجي بي أس الخاص بك مضبوط على هدف النبيل تريد أن تعطي الفقراء وتساعد ضحايا الظلم الاجتماعي قال بولوس إن أعطيت الفقراء وساعدت ضحايا الظلم الاجتماعي هذا غير كاف كورينتس الأولى 13-3 ربما تريد أن تتبرع بكرم فتصبح كحنانية وسفيرة تبرع بالكثير ومات في نفس اليوم بالنسبة لي كنت أظن أن هدفي نبيل منذ سنين كنت أصلي كل صباح لساعة ونصف كل صباح كنت أخرج وأصلي وأصرخ استخدمني يا رب استخدمني في الشفاء ولأربح الكثيرين ليسوع أرسلني للأمم لأربح الضائعين ليسوع استخدمني لأحرر ولأكرز بالإنجيل للعالم وكنت حرفيا كثيرا ما أصلي بحرارة وأصرخ يا رب أعطني نفوسا وبعد عام ونصف ذات يوم قاطعني الروح القدس قائلا صلاتك خارج الهدف والجي بي أس خارج الهدف أذكر أني شعرت بالإهانة قلت ماذا؟ هل تقصدني أنا أم ابن آخر من أبنائك وخلطت بيننا؟ أصلي أن أقود الناس ليسوع وأربحهم له فقال للرب يهوذا بشر وشف مرضى وترك الكل وتبعني وحرر الناس لكنه هلك وحين قال هذا ارتعشت أفهم معنى الرعشة أنا ارتعشت فعلا قلت يا رب ماذا يجب أن يكون هدفي؟ فأراني شابا غنيا آخر كان هذا أميرا وكان اسمه موسى تربى موسى في أروع بيت في العالم وقتها تخيلوا حياة موسى يعيش في القصر لا ينظف حماما ولا يرتب سريرا ولا يطبخ أبدا أو يغسل طبقا يطلب من الطباخين ما يريده فيصنعونه لديه سيارات من أفخم الأنواع وكل ما كان يشتهيه إن مل من القيادة لديه سائقه الخاص يمكن أن يفعل ما يخطر على باله إن أرد سباقا يقام سباق أو أن يقود كشافة يقود كما أنه حلم كل فتاة في البلد يمكنه الحصول على صديقات أو على زوجات يأخذ ما يريده كان من أكثر الرجال حظا في العالم كله لأنه لم يكن يمنع عنه شيء عدى العرش ومن يريد أن يهتم بمدينة 24 ساعة أنا أستمتع بدون قلق مستمتع ولكن مكتوب في عبرانين 11-24 بالإيمان موسى لما كبر رفض امتيازات القصر المصري مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقطي ماذا يحدث هنا الجي بي اس الخاص بموسى أشار إلى أن رغبته لن تتحقق حيث يسكن ففي العدد السادس والعشرين نقرأ حاسبا عارى المسيحي غنا أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة السؤال هنا ما هي هذه المجازاة البعض يقول أرض الموعد لا أظن لم يكن فيها ما هو أفضل من أرض مصر لأن مصر كانت خصبة ولا أظن أن موسى بنى بيتا أفضل من بيته أين المجازاة؟ إنه يترك كل شيء من أجلها المجازاة لم يعرفها حتى خرج ولكنه عرفها بعد سنوات كما لو أنك تعيش في فيرمونت وأنت تكره البرد وتقرر قصد الجنوب إلى الشاطئ وتبدأ الطريقة وتصل فيرجينيا وتدخل بنزينة فيها صورة لشاطئ فتقول سأذهب لهذا المكان فتدبط الجي بي اس وتذهب للشاطئ ترك موسى القصر المصري عالما أن ما يريده لن يجده هناك وعرفه بعد سنوات بعد سنوات قابل الله وعرف أهم شيء أراده وهو حضور الله لأن مجازاته أعلنت له بعدها بسنوات بعد سنوات خرج إسرائيل من مصر وعاشوا على المن أريدكم أن تفكروا اسمعوا جيدا ربما تقولون واو المن رائع تخيل أن تأكل دجاجا أربعين سنة حسنا ثيابهم لم تبل لم يكن لديهم محلات تخيل أن ترتدي نفس الحداء أربعين سنة ظروف قاسية جدا احتاجوا أحيانا لتدخل إلهي وقال الله لهم في خروج 33 وقال الرب لموسى كان على الجبل وحده مع الله وقال الله اترك هذا المكان أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد كل هؤلاء الشعوب فإني اسمعوا ماذا يقول فإني لا أصعد في وسطك بنفسي هذه هي الأرض التي انتظرتموها 430 عاما خذوها سأرسل ملاكا يطرد العدو أنا لن أذهب والآن يا لها من فرصة أقصد معدل الموافقة عليه كان منخفضا مع الشعب كل ما عليك فعله هو القول هيا هناك ملاك سيقودون للداخل سيحتفلون ومعدل الموافقة يعلو ممتاز لكن موسى قال له في عدد خمسة عشر إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا ماذا يقصد أفضل أن أعيش في هذه الظروف القاسية لا تصعدنا منها هنا كان في ظروف قاسية في الصحراء لا محلات لا واحات لا أنهار لا أشجار جو جاف أفضل أن أكون وسط هذا في حضورك عن أرض الموعد بدون حضورك تلك كانت مجازات موسى هل تتخيل فرح الله بسماعي هذا قول فرح عرض الله أمرا وهو لم يقبله وكمثال كنت معاليزة في إجازة وإذ بملعب جولف فقال صديق لنلعب الجولف فقالت زوجته اذهب حبيبي ولعب لأنها تعرف كم أحب الجولف وأذكر أني قلت لها لا يا حبيبتي سأقضي اليوم معك كانت ستفرح جدا إن لعبت الجولف لكنها فرحت أكثر لأني فضلتها على الجولف الذي أحبه لذلك كان اليوم رائعا معها لأنها رأت أني فضلتها على أمر أحبه قدم الله العرض لموسى وليس لإسرائيل لأنهم إن كانوا اختاروا مصر ها؟ فسيختاروا أرض الموعد فلم يقدم العرض لهم لأنهم يريدون الوعود لا الحضور موسى أراد حضوره أكثر من وعوده الجي بي اس الخاص به مضبوط كان يعرف إلى أين يذهب لماذا؟ كان الضبط مختلفا فكروا في الأمر إنه مذهل موسى الذي تربى كما حكيت لكم لم يقل يوما أريد الرجوع إلى مصر مروا بنفس الظروف القاسية ولكن إسرائيل منذ خرجوا من مصر يقولون مصر كانت أفضل لنا نريد الرجوع لماذا هذا؟ لأن موسى تقابل مع الله في العليقة موسى أخذهم من مصر إلى أين؟ ليس إلى أرض الموعد بل أخذهم إلى الجبل حيث قابل الله هناك الناس يظنون أن موسى ضبط وجهته لإيصالهم لأرض الموعد لا، قال لفرعون أطلق شعبي ليعبدوني في البرية لما يأخذهم لأرض الموعد بدون من وعد بها؟ سيحولونها إلى مكان وثني كثيرون يأتون اليسوع من أجل عطاياه الخلاص، الشفاء، البركة، النجاح السلام، الحب كامرأة تتزوج برجل لماله تحبه لكن لسبب خاطئ قال موسى يا رب ذروف لا تهمني أريدك أنت كان يعرف أنه لكي تعرف شخصا تجلس في محضره يمكنك أن تعرف عنه ولكن لن تعرف شخصه إلا في محضره موسى أخرجهم من مصر وأخذهم إلى المكان الذي قابل فيه الله أخذهم إلى السيناء إلى العليقة انظر ماذا قال الله الله قال الله لموسى تخبروا بني إسرائيل أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي أرأيتم؟ قال الله أخرجتكم من مصر لسبب واحد لتأتوا إلي أريد أن أعرفكم أنا أبوكم لدي قلب أب انظروا إلى العدد السادس قال يا موسى قل للشعب أنتم شعب خاص مملكة كهنة وأمة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل الكاهن يقترب إلى الله لنفسه أو لآخرين يقول الله أريدكم أن تكونوا كهنتي أريد أن أقترب منكم جئت بكم إلي ويقول الله حسنا موسى أنت تعرف الشعب وتعرفني سهل اجتماعنا إن كان هاري يعرف جين وهاري يعرف إبريل وإبريل لا تعرف جين هاري سيعرفهما حسنا موسى يعرف الله فقد قابله ويعرف الشعب فيقول الله تعالى قدمني لهم صحيح إذن يقول الله حسنا هذا ما سنفعله عدد عشر وأحد عشر اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا اجعلهم يستعدون للقائي وليغسلوا ثيابهم ويستعدوا اليوم الثالث لحظة هل الله متشدد للعادات الصحية يغسلوا ثيابهم ما معنى هذا تذكروا كل شيء ظاهري في العهد القديم داخلي في العهد الجديد ماذا يقصد دنسوا مصر على ثيابكم لا يمكن أن تكون لي علاقة معكم ومع العالم مصر رمز للعالم أريد علاقة معكم دون تنافس مع حبيبكم مصر انزعوا دنس مصر أريدكم لي فقط إذن يقصد لا أريد حبا استغلاليا ماذا أقصد بهذا الكلام المتخالف قليلا كثيرا حين أسافر وقد حدث هذا في العام الماضي أنا وليزا كنا في محل أثاث كان معنا كما ظننت رجل وابنته واكتشفت بعد حديثهم أنهم يعيشان معا ويفرشان بيتهم الجديد كان رجلا سمينا وغير وصيم وهي كانت نجمة ملابس ضيقة جسم رائع شاب أصغر منه بكثير حسنا ما الذي يحدث إنه غني ويعرف حسنا وهي تعرف تريده لغناه ولكنه موافق لأنه يريد الجنس يريد شابة رفيقة يستغلان بعضهما لا تسيء فهمي هناك زيجات بفارق سن كبير ويعيشان في حب أعرف زوجين الفرق بينهما كبير ويعيشان في حب ليست كل زيجاتها كذا لا تفكروا بالأمر هذه الحالة كانت واضحة لأن وجه الفتاة كان حزينا لا حياة ولا فرحة يقول الله لا أريد هذا لا أريد أن تريدوني بسبب ما أعطيه ولا أريد رفيقة عروسا صغيرة معي أريد أناسا يحبونني يقول الله لا أريد استغلالا تخلصوا من حبيبكم مصر والدنس دعونا ننتقل للعهد الجديد هل يوجد نفس الشيء؟ نعم انظروا إلى بولوس في كورينثوس الثانية ستة كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم هذا يعني سأعلن عن حضوري بينكم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا لهذا أخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبالكم الله يرحب بنا في محضره بشرط أن نتخلص من دنس العالم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بننا وبنات يقول الرب القادر على كل شيء لأن لنا هذه الوعود أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح تقول ترجمة أخرى لنطهر ذواتنا من كل ما ينجس جسدنا أو أرواحنا مكملين القداسة في خوف الله مرة أخرى في العهد الجديد يقول لا أريد استغلالا أريد علاقة حقيقية أريدكم أن تريدونني لشخصي وأنا أريدكم لشخصكم وليس لما سأفعله بكم أريدكم أن تريدوني لشخصي أفهمتم؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org لهذا يقول الرسول يعقوب أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا الروح القدس يشتاق اسمعوا يشتاق إلى الحسد حسنا يشتاق تعنيتوك بشدة على الدوام لمن؟ لكم يشتاق لكم على الدوام أحب هذا أنا وزوجتي نحب بعضنا لكن إن أيقظتها قبل الفجر لن تشتاق إلي وأنا نفس الشيء سأقول لماذا توقضيني الله يشتاق إلينا باستمرار فكروا يشتاق إذن هل رأيتم شابا يحب فتاة ويشتاق إليها وهي مشغولة بآخرين كم ينكسر قلبه أريد أن أتزوجها وسأعتني بها أكثر من هؤلاء أحب أكثر منهم وهي مشغولة بهم وهو مشتاق الروح الذي فينا يشتاق إليك الله يشتاق إليك هذا ما يقوله الله لموسى لقد أخرجتهم فقط لأحضرهم إلي لقد أرسل يسوع فقط ليحضرك إليه لأنه يحبك انظر أم أم تظنون أن كتابا قلوا بطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى ما الكلمة؟ ما الكلمة؟ ماذا يقصد؟ دعوني أوضح لكم بهذه الطريقة تظنون أن زوجتي ليزا ستشاركني بأسرارها وأشواقها وتتقرب مني إن كان لي علاقة بفتاة أخرى؟ لا إن نظرتم لما يقول يعقوب في الآية السابقة تسعى وراء صداقة مع العالم أنت زان من هو الزاني؟ إنه من تعهد بعلاقة مع شخص وانتهى كالعاد بعلاقة مع آخر لاحظوا أنه يقول الكتاب يقول يختبس كل ما قاله الله عن غيرته الله لا يغر منا بل علينا يريدنا لنفسه والآن يقول أما تعلمون أن محبة العالم عداوة؟ قولوا عداوة لله يقول فمن أراد أن يصادق العالم صار عدوا لله والآن ما معنى يصادق؟ كلمة صداقة في اليونانية فيلوس أي يحب متحاب يرتبط فيليا أو فيليا تعني صاحب أو يصاحب يقول دابليو إي فاينز هاتاني كلمتاني تقدماني فكرة أن تحب وأن تحب أيضا إذن من أراد أن يصادق العالم فقد صار عدوا لله أي من أراد أن يحب العالم ويحب من العالم صار عدوا لله حسنا كيف يرتبط هذا بكلمات يسوع؟ قال يسوع في يحنى 15-19 يقول العالم سيحبكم كخصته إن كنتم منه ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغدكم العالم حسنا سؤال هل يبغدنا العالم؟ يسوع يقول نعم يثير هذا سؤالا في ذهني السؤال هو إن أبغدنا العالم كيف نعيش ونعمل ونثمر؟ كيف نكرز للعالم؟ ألا نؤثر عليهم أكثر إن كان العالم يحبنا؟ أسئلة صعبة ويجب أن تجاب يجب أن نفهم سياق ما يتحدث عنه وسننواقشه لاحقا يحنى على الجانب الآخر يقول لا تحب العالم يسوع يقول العالم يبغدكم ويوحنى يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم اتضح الأمر الله يغار حسنا لم يقل لنا أريد علاقة معكم ولكن يبقى أحبائكم معكم لا أهتم زوجتي لن تسمح لي بهذا أنا لن أسمح لها بذلك لماذا سيسمح الله؟ لماذا نرى أن الله يؤيد زنانا مع العالم؟ هذه الأسئلة يجب أن تسأل اليوم لأن العالم دخل الكنيسة لنعرف العالم العالم باليونانية كوزموس ومعناها العالم الحالي نظام الأشياء المضاد لملكوت المسيح لذا فهو دائما مرتبط بالزوال وعدم الاستحقاق والرغبات الغريبة هذا من قموز The Complete World Study إن هدأنا ونظرنا إلى مجتمعنا نجده يتغير كثيرا إنه زائل التغيير غالبا جيد تقدم تطور تطور علمي نمو كل هذا جيد الله يحب هذا أثمروا واكثروا لكن بالنسبة إلى الأخلاق يرى الله تغير الأخلاق خطوة في البعد عنه وليس ناحيته في المجتمع المقبول أخلاقيا اليوم غالبا ما كان يعتبر خطأا اجتماعيا وأخلاقيا بالأمس سأعطيكم مثالا نصطف لمشاهدة فيلم من الأفلام للكبار فقط هذا الفيلم يحتوي على زنا علني دعارة علنية نطق اسم الله باطلا سحرا عرافة الأمر ليس في شخصيات الفيلم بل في النجوم الصالحين الساكنين معا الآن خذ نفس فيلم الكبار فقط هذا وارجع ستين سنة إلى الخمسينات ماذا سيحدث؟ غضب سيعترض الناس سيقاطعونه كيف يتجرؤون ويعرضون رجلا وامرأة في السرير وبدون ثياب ماذا حدث؟ هل أصبحنا أذكى أفضل؟ لا إن العالم زائل ببساطة كوزموس هو ثقافة صنعتها عقول معتمة يحنى الأولى خمسة تسعة عشر العالم كله قد وضع في الشرير مكتوب بوضوح أن كل شيء يمنحه العالم كل شيء محصورا في هذه شهوة العيون شهوة الجسد تعظم المعيشة أي المقام والصيط بمعنى آخر لتجمع كل ما في العالم هذا هو الرغبة واللذة والصيط موسوعة كلمات الكتاب تقول العالم ليس الاشتراك في الأعمال التي تعتبر مريبة ولكنه تبن غافل لوجهات نظر وقيم ومواقف في ثقافتنا دون إخضاعها لحكم كلمة الله ببساطة نحن مصدر وضع مقاييس الخير والشر والآن قبل أن أتعمق أكثر أريد سرد ما لا يجب أن يطلق عليه العالم وسبب سرد هذا ما سأقوله الحرفية قاتلة والحرفية هي ما تسلل للكنيسة ونفر الناس من جمال القداسة ففي المحاضرتين التاليتين سأتحدث عن القداسة وكم هي رائعة وما يفوتنا بسبب غيابها قبل أن أتحدث عنها لنتحدث عن الحرفية لأن هذا ما منع الناس من التمسك بالقداسة الكتاب يقول اتباعوا القداسة كمؤمنين أنتم معي؟ سوف أقرأ لكم هذا الأمر عند تعريف العالم يتم التركيز على الشكل أكثر من الدافع الحرفية كلمة عائمة سأعرفها الحرفية هي الامتثال المدقق للناموس أو التشريعات بالحرف أكثر من الروح الحقب على السلوك أو الامتثال لقوانين محددة جميعنا سمعنا قصصا مرعبة عن المسيحية الميتة قصاوسة يخبطون كتبهم على المنبر معلنين قواعد يجب على الناس اتباعها بدقة المرأة لا ترتدي سروالا أو ملابس تواكب الموضة ولا تتزين ولا تقص ولا تصبغ شعرها والرجال لم يسلموا من تلك العذات يتم فحص الملابس الحديثة والوشمة وطول الشعر وليس هذا فقط يدينون من يظهرون في حفلة مع خطاط من يحضرون المسارح أو تجمعات أخرى ينتقدون الأصدقاء من خارج دائرتهم يفحصون والطرق الجديدة في التبشير غالبا ما يسمونها ارتدادا وتشمل قائمة الممنوعات الرقصة وحضور المناسبات والموسيقى والتلفاز والإضاءة المميزة هذه قائمة صغيرة من التعليمات سردت جزءا صغيرا فقط لكن هناك المزيد من أشكال الحرفية الأكثر خطورة وهي معايير مفروضة ذاتيا لينفذها الناس ليحصلوا على الخلاص وينمو روحيا ويحكموا على مظهر الناس الخارجي وكمثال لهذا إرضاء الله بالصلاة لساعات أكثر وبكم الصوم أو قراءة أجزاء يومية من الكتاب وكأننا نصارع لنخلص فنخضع للرغبة في عقاب أنفسنا على الأخطاء التي ارتكبناها هذا يصرف الانتباه عن دم يسوع ويعيده لنا هذه الحرفية هذا هو العالم الحرفية يمكن أن تظر في إيماننا بأننا مميزون عند الله لأننا نخدم أو أن صلاطنا تستجاب لأننا لم نرتكب خطية كبيرة مؤخرا نعتقد أننا نملأ حسابنا البنكي الروحي بالسلوك الجيد والأعمال الحرفية لا تسبح بالراحة أو بالمتعة بسبب الضغوط الناتجة عن الانشغال الشديد بالخدمة سواء أكانت إداريات أو تطوعا أو مع الفقراء المحبة ليست الدافع الدافع هو محاولة إرضاء الله الفريسي الذي أدان العشار الخاطئ هو صورة واضحة للحرفية ماذا تفعل الحرفية؟ تسلب الفرح تعرفون ماذا يقول الكتاب؟ يقول ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح الفرح هو دعوة للضالين عندما يرى الضالون فرحنا مهما كان ظروفنا يقولون ماذا بكم؟ بعض هؤلاء التابعين للحرفية الذين وعظوا عن العالم بشكل حرفي لم يقرأوا هذا مدتم مع المسيح وحرركم من قوى هذا العالم الروحية فلماذا تفرض عليكم فرائد العالم لا تمس ولا تذق ولا تجس التي حسب تعليم الناس هي جميعها للفناء في الاستعمال التي لها حكاية حكمة ربما تبدو جيدة إذ تتطلب عبادة نافلة وتواضعا وقهرا للجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية نسب بولوس القوانين الحرفية الخاصة بالتكريس وإنكار النفس وتهذيب الجسد إلى قوى هذا العالم الحرفية لا يقصد أن الخلاعة والدعارة والقتل والسرقة والسكر ليست من العالم لكن شكلها مختلف المقيدون بالحرفية غالبا ما لا يدركون أن العالم الذي يعذوذ بقوة عن البعد عنه هم مقيدون به الحرفية لا تنق القلب والقلب هدف العالم بفهم لما هو ليس العالم في المحاضرة التالية سنقول ما هو العالم ومحبة العالم وكيف يسلب أجمل ما يمكن أن نعيشه هل استفدتم؟ ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم في المحاضرة الرابعة لا أصدق وصلنا النصف عنوان هذه المحاضرة الحقيقة الملغى في نهاية المحاضرة السابقة تحدثت عن العالم وما أريد أن أؤكد عليه لكم أن لا نرجع إلى ما كانت الكنيسة تتبعه منذ سنوات وهو الحرفية نتحدث عن العلاقة 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 هذا هو ما نبتغيه أنا كزوج أفضل شخص أقضي معه وقتي هو زوجتي ولكن أتعلمون أمرا أحيانا أفعل أمورا تضايقها ولدي أصدقاء في هذه الحياة أذهب إليهم ليساعدون على ضبط علاقتنا لأن أفضل شخص أقضي معه وقتي هو ليسا بيفير ولا أريد أن أفعل ما لا تحبه أريد أن أقوي علاقتنا لهذا أنت هنا لهذا أنت تشاهد هذا الفيديو لأنك تريد أن تقوي علاقتك بالله لكن هناك من يتنافس مبتغيا علاقة معك أتحدث هنا عن العالم تحدثت مع القصة دينيس أمس حضر مباراة وحين دخل لاعب إلى الملعب قال القصة دينيس إن كل النساء الجذبات كنا يلقين بأنفسهن على ذلك اللاعب فقال دينيس لصديقه زواج هذا اللاعب لن يستمر وبالفعل بعد عام طلق لماذا؟ النساء تتنافس عليه هذا ما يريد أن يفعله العالم في علاقتنا بالله إن العالم يسعى للحصول عليك يلقي بنفسه عليك ليبعدك عن الله لأن العالم لا يريد أن تكون لك علاقة مع الله اسمع ما يقوله يعقوب يتحدث إلى المؤمنين وليس الخطاء لأنه 15 مرة يقول يا إخوتي بمعنى أتحدث إلى المؤمنين يقول أيها الزنات والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله هذا قوي هذه لغة قوية يقول الله لا أريد زنا في علاقتنا أريدكم لي فقط صداقة فيليا باليونانية أي صديق أو مصادقة تحمل فكرة أن تحب وأن تحب أيضا وذكرناها من قبل الموسوعة العالمية الجديدة لكلمات الإنجيل تقول فيليا تستخدم بالمعنى الواسع للمعرفة كما تستخدم بالمعنى الحميمي للرابطة العاطفية الشخصية العميقة الكلمة في صلبها تسري على طيف واسع من الصداقة بدءا بالمعرفة وصولا إلى أعمق درجات من الحب والصداقة تلك هي كلمة فيليا التي يستخدمها يعقوب دعوني أقول إن خيانة الله لا تختلف عن السيناريو التقليدي لخيانة الزوج لزوجته كيف يبدأ الأمر عادة ليس بعلاقة جنسية عادة ما يبدأ هذا بسبب عدم الشبع في علاقته بزوجته يقابل سيدة صدفة ويتعارفها والسيدة يترسلان ويتحدثان وتستمر شرارة التعارف في الزيادة بالحديث ثم يتبادلان أرقام الهواتف ويحددان لقاءا يلتقيان وفجأة يبدأ يفكر فيها باستمرار ليتني أستطيع أن أكون معها حتى بجانب زوجته ثم في النهاية يحددان موعد لقاء في مكان لا يعرف أحد وعادة في ذلك اللقاء يعبران عن مشاعرهما وتكون مسألة وقت لينتهي الأمر بممارسة الجنس إذن السؤال الآن هو أين بدأ الزنا هل بدأ حين كان في السرير عريانين أم حين تبادل أرقام الهواتف سأقول لكم متى بدأ في مرحلة التعارف مع المشاعر غير اللائقة مع ابتغاء أمر خاطئ مع الفكر الخاطئ قال يسوع لا تظنوا أنكم تحفظون عفتكم بعدم ممارسة الجنس قلوبكم يمكن أن تفسدها الشهوة أسرع من أجسادكم لماذا؟ القلب فيه ما نحياه والأفعال الخارجية تدبع القلب بدأ الزنا عندما مالت المشاعر ناحية المرأة وهذا العالم سيغوينا لنترك حبنا الأولى بنفس الطريقة يبدأ بإثارة اهتمامنا يمكن أن يستخدم المزاح أو المتعة أو الراحة أو الإثارة أو التآمر أو النجاح أو أي شيء جذاب وينتج هذا عادة من عدم الشبع في علاقتنا مع الله العذات مملة وجافة فقدنا حماسنا في علاقتنا بالله خلواتنا فاترة جدا وجافة نحتاج صداقة فننجذب للغريب يحاول بولوس أن يحمينا من الدخول في أي نوع من علاقات الزنا مع العالم بقوله فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا كلوسي ثلاثة واحد واثنين فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما هو فوق لا بما على الأرض لاحظوا هنا كلمتان مهمتان كلمة اهتموا وكلمة اطلبوا ما نطلبه هو الأمر الذي تهتم به عواطفنا أتتابعون يقول بولوس في روميا فإن الذين هم حسب الجسد تذكروا حين تسمعون كلمة جسد أو عالم فكروا في الأنانية العالم يحول انتباهك إلى نفسك فتحمي نفسك وتحب نفسك وتهتم بنفسك يقول فإن الذين هم حسب الجسد يهتمون قولوا يهتمون فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله الكلمة المفتاحية هي يهتمون وهنا فكروا في كلمة يهتمون لنقل إننا في الشتاء والبرد قارس في الخارج لنقل مثلا عشر درجات وشخص كان مستعجلا فخرج من البيت وبدون قصد لم يغلق الباب جيدا وبالطبع فتح الهواء الباب أنت بعيد عن الباب وفجأة يبرد الجو بعيدا عن الباب لماذا؟ جو البيت كله تغير لكن أتعلم لديك ثيرمستات وهذا الثيرمستات مضبوط على سبعين درجة حين تنزل درجة الحرارة الثيرمستات يعطي تنبيها للمدفأ لتعيد درجة الحرارة إلى ما كانت مضبوطة عليه وهكذا ما تهتم به يضبط ذهنك عليه لذا يمكننا أن نضبط أذهاننا فكر في الله فكر في الكتاب ففجأة ترجع إلى حيث ضبطت إلى وضعها الطبيعي أتتابعونني؟ سأحكي اختباري لتفهموني كنت طالبا في الجامعة وزميلي في فريق السكواش شارك بما سمعه في مؤتمر فأحببت يسوع حصلت على الخلاص ورغبت في المزيد كنت في بيت الطلبة وكنت أحكي لزملائي عن يسوع وأتحدث عنه في الحفلات فهددني زملائي في السكن بمقاطعتي وقال للمدير لماذا لا تكونوا كباقي المسيحيين؟ لماذا تعذوا في الحفلات التي نقيمها في بيت الطلبة؟ لذلك لم يكونوا راضيين عني لكن كنا ثمانين شخصا في البيت وخلال سنتين خلص عشرون منهم ومن خلصوا أحبوني ولم يسمحوا للباقين بمقاطعتي فلم يطردوني ولكني لم أكتفي بذلك كانت طلبة في الجامعة يحصلون على تذاكر للمباريات وطوال عام الأول لم أذهب إلى مباراة واحدة سأقول السبب ليس لأن الله لا يحب الكرة بل لأنني لم أكتفي ورأيت أن البيت يكون هادئا عندما يكونون في المباراة فيمكنني أن أصلي وأقرأ الكتاب وأعرف يسوع أنا لست ضد المباريات حضرت مباريات ولكني كنت فقط أريد أن أكون معه أتتبعونني؟ ثم تخرجت في الجامعة وانتقلت إلى تكساس وعملت في روكويل انترناشنال ولم يحبوني هناك أيضا تتحدث كثيرا عن يسوع ولكن لم يعاملوني كبيت الطلبة بل أفضل قليلا وبعد سنتين كنت عضوا في كنيسة كبيرة من أشهر الكنائس في أمريكا وقال لي الرعي وزوجته نريدك أن تكون المساعدة التنفيذي فقلت يا إلهي حقا فدخلت الإدارة وكان حوالي 450 موظفا وأذكر أني شعرت بأن هذا رائع لن أضطهد مجددا سأعمل مع أحباء يسوع وما حدث أني كنت أعيش في دالس بي تكساس وأنا من ميتشيغن فلم أعرف فريق كاوبويز حسنا أعرف أنكم تحبونه هنا كان الجميع يتحدثون عن كاوبويز فقلت سأشاهد بعض المباريات لكي أشارك في الحديث فبدأت أشاهد المباريات واستحوذت علي حسنا بدأت أتحدث معهم وأتابع وتحسن مستوايا في الحديث وفي السنة التالية أصبحت معجبا نهما لا أفوت مباراة بعد الاجتماع نرجع البيت بسرعة يطير الجاكت وربطة العنق إلى كاوبويز وحبيبتي لا تفكري أن تطلبي مني شيئا أثناء المباراة لأن الآن معجب كبير نحن لم نكن نأكل حتى أثناء المباراة نأكل بعد مباراة كاوبويز كنت أصنع الإحصائيات وأدرسها وأصبحت أنا من يقود الحديث في المكتب أنا من يقول هل رأيتم كذا وأتحدث عن ما فعله فلان وفلان في ذلك الوقت وحين لم يكن هناك مباراة كنت أراقبهم أكثر متشوقا للموسم القادم ثم جاء الموسم التالي وأصبحت أكثر نهما وكنا في نهاية الموسم وكاوبويز يلعبون مباراة مصيرية الفائز سيصعد للنهائيات والخاسر لن يصعد فكنت هناك ولم أكن جالسا بل واقفا كنت أذهب وأجيء وأصرخ في التلفاز باقي ثمان دقائق وكاوبويز خسرون ولكن داني وايت وفريقه أمسكوا الكرة ويمررونها في الملعب فقلت سيكسب المباراة في آخر أربع دقائق وفجأة قال الروح القدس لي صلي تفهمون قصدي الحاح صلي هناك خطأ وأذكر أني صرخت ليزا ليست هنا لتسمعني صرخت يا رب باقي ثمان دقائق فقط ثمان دقائق فقط قلت سأصلي سأصلي بعد المباراة واستمر الإلحاح بداخلي وقلت حسنا حسنا سأصلي خمس ساعات بعد المباراة فقد دعني أشاهد نهاية هذه المباراة كنت متحمسا والإلحاح استمر بقي الدقيقتان فقط وكانوا ممررون الكرة وقلت يا رب سأصلي باقي اليوم حتى المساء إن أردت فقد دعني أربع دقائق فقط واستمر الإلحاح وكاوبويز كسبوا كنت متحمسا أغلقت التلفاز وسعدت بكل الالتزام لأصلي خمس ساعات وركعت على ركبي نزلت على وجهي وزال الإلحاح تماما تماما حاولت جاهدا أن أصلي لا شيء استمريت أحاول لا شيء زال الإلحاح ألقيت وجهي على الأرض وقلت يا رب إن سئلت من الأهم عندك يسوع أم كاوبويز لأجبت يسوع ربي ولكني أثبتت من الأهم طلبتني وأنا اخترت كاوبويز تعرفون ماذا قال؟ قال لا أريد الخمس ساعات أريد طاعتك هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تليفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org دعوني أقرأ هذا يعقوب أصحاح أربعة أيها الزناه الآية كلها اسمعوا جيدا أما تعلمون أن محبة العالم عدوة لله من أرد أن يصادق العالم فقد صار عدوا لله أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد اقتربوا إلى الله فاقترب إليكم كله عن العلاقة نقوا أيديكم أيها الخطى وطهروا قلوبكم لأن ولائكم منقسم بين الله والعالم هذا زنا هكذا يقول الله لا أريد علاقة زنا أريد علاقة حساسة كان ولائم قسما الولاء يعرف من قراراتنا وليس من كلامنا كنت سأقول بالتأكيد يسوع هو أهم شخص أو شيء في حياتي ولكن اختياري أثبت العكس الأفعال مستوى أعلى في التواصل يثار السؤال هنا هل تشاهد الكرة؟ نعم أشاهد أشاهد الكرة ولكن لم يعد لها نفس التأثير علي بصراحة من الصعب أن أشاهد مباراة كاملة لا تلفت انتباهي لأنها لم تعد تتملكني إنها لا تسحب ولائي من على مركز اهتمام قلبي مشاعري مضبوطة عندما كان كوبويز في غير محله في فراغي كانت مشاعري تذهب إلى اهتمامها المباريات والآن أهتم بشيء آخر اهتمامي هو عمل الله كان هناك أشياء أخرى في حياتي تحل محلة مشاعري تجاه الله القلف أحدها الطعام أحدها الطعام حسنا أعمال الخدمة كانت أكبر سيد وكانت الأصعب في اكتشافها لم أفرق بينها وبين علاقتي بالله يسوع يقول تركتم محبتكم الأولى ارجعوا إلى الأعمال الأولى أنا عارف أعمالك لا زالوا يخدمون لكن أعمالكم الأولى كانت بدافع الحب بمشاعر نحوي بأحاسيس ناحيتي الآن تعملون لبناء خدمة ناجحة أو لكي تفعلوا الصواب الله يهتم بالعلاقة معه لنصل إلى كلمة من خمس حروف اليوم القداسة حسنا قولوا قداسة ويصرق الناس لا لا تطلبني بالحرفية هذا مؤصف جدا لأن لدينا خدام قسات الروح يتعبون الناس بالحرفية التي ذكرتها من قبل بمجرد ذكرها رأيت رعاة بالفعل تربوا على الحرفية يقولون لا تفعل هذا لا تفعل ذاك لا تفعل هذا بمجرد ذكر الكلمة يرتعبون فأقول يا إلهي تربيت كاثوليكيا ولمواجه هذه الحرفية ما أعرفه هو أني أريد علاقة وثيقة إن كان الله قد قال لي إن القداسة بدونها لن يرى أحد من الرب ماذا إذن؟ سوف أنتبه عبرانين 12 اتبعوا القداسة اسمعوا كلمة اتبعوا لا يقولوا هيا حاولوا أن تتقدسوا يقولوا اتبعوها لأنه بدون القداسة لن يرى أحد الرب انتظروا كل الناس سيرون الرب كل شخص سينظر إليه في الدينونة خاطئ أو قديس ماذا يقصد بلن يرى أحد الرب نفتقد فهم الأمر نقرأ ولا نربط الأمر هكذا اسمعوا يسوع في يحنى 14-19 يقول بعد قليل لن يراني العالم أيضا وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون هناك حقيقتان واضحتان يتحدث عنهما يسوع رقم واحد جانب حقيقي للمسيحية هو رؤيته حسنا أنا في الخمسينيات أعرف أني أبدو في الثلاثينات في هذه الخمسين عاما حكمني عشرة رؤساء للولايات المتحدة إنهم قادتي أنا تحت ولايتهم كمواطن أمريكي هم قادتي لكن لم أرى ولا واحدا لم أدخل محضرة ولا رئيس هناك مواطنون آخرون يعملون مع رئيس أمريكا ربما يوميا إنهم يعرفونه لا أعرف الرئيس أعرف عنه هل تعلمون كم مسيحي يخضع لقيادة يسوع يدعونه ربا لكنهم لم يرونه ولم يدخلوا محضره لأنهم لا يتبعون القداسة هذا هو سؤالي لماذا نتجنبها إن لم يكن ممكنا أن تدخل محضر يسوع بدونها لماذا تتجاهلها يجب أن نفكر واحد جانب حقيقي للمسيحية هو رؤيته اثنان نقدر أن نراه بطريقة تختلف عن العالم هذان الأمران يقولهما يسوع يمكن أن نعرفه في محضره فقط هذا هو الأمر كله لماذا تريد أن ترى يسوع يقول الكتاب بينما نراه في كورونثيس الثانية ثلاثة نتغير لنصبح صورة منه من مجد إلى مجد فكروا معي بينما نراه نصبح شبهه يقول الناس علمني كيف أعيشك يسوع آسف حين أعلن الكلمة يتضح يسوع أمامك فتتغير وتقول كيف حدث هذا أنا لم أدرس الأمر بعقلي ولا حاولت أن أتصرف مثل يسوع نعم هناك تجديد للذهن ولكن هناك أمر يحدث في محضره يغيرك عندما أعظ عندما يعظ أي خادم نحن لا نقدم رسالة وحسب نقدم لك شخصه الكلمة المتجسد عاش بيننا إنه كلمة الله الحي لذا بينما نراه نتغير من مستوى عظمة إلى آخر إلى سورته ما معنى هذا؟ إن لم أكن أتبع القداسة إذن أنا لا أراه وبالتالي أنا لن أتغير التغيير عملية مهمة جدا في المسيحية هل سبق وقابلت مسيحيا حياته لا تختلف عن العالم؟ هذا مسيحي لا يتغير لا يرى يسوع يقول بولوس الأيام الأخيرة ستكون مضطربة ستكون مضطربة جدا ليس بسبب الاضطهاد يقول السبب لأنه سيكون هناك محبون لأنفسهم محبون للمال غير طائعين لولديهم دانسون لا يغفرون أي مثل العالم سيكون ذوي شكل المسيحي وسينكرون قوته سيتعلمون لكنهم لن يتغيروا هذه معركة الأيام الأخيرة أنتم معي؟ هذا ثقيل لكن حقيقي أمين؟ سيحضرون الكنائس سيحضرون المؤتمرات وليالي الصلاة ودرس الكتاب والمجموعات لكن الشخصية والسلوك لن يتغيرها تيموثاوس الثانية يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق المحصلة قولوا المحصلة من يسير في القداسة هو من سيراه من سيدخل محضره يؤكد يسوع هذا اسمعوا جيداً بعد قليل لا يراني العالم أيضاً وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون الذي عنده اسمعوا الذي عنده وصياي ويحفظها هذه كلمات يسوع الذي عنده وصياي قل وصياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني أنا أحبه وأظهر له ذاتي ذاتي كلمة أظهر هذه تعني أوضح أو أظهر للعين أو العقل أبين بوضوح الكلمة اليونانية تعني يجعله جلياً أو يعرض قاموس دراسة الكلمة الكامل يقول للشخص تعني يجعل نفسه معروفاً بشكل حميمي ومفهوماً ويقول يسوع هنا إن فقط الذين يحفظون وصياه سيعرفونه بحميمية لأن محضره مسموح لهم هم فقط لأن يظهر تعني يظهر حضوره فيكون حقيقياً هذا أمر أوضحه الله لي أثناء كتابتي لهذا الكتاب ولم أفهم الأمر كما فهمته الآن فحضوره الله ليس لكل مسيحي بل إنه فقط للذين يحفظون وصياه ويدبعون القداسة ليكونوا له بالكامل لهذا يوجد أناس في الكنائس يسمعون نفس التعليم أحدهم يصبح أكثر شبهاً بيسوع والآخر يظل كما هو يشبه العالم لديكم نفس الراعي ونفس التعليم واحد يراه لماذا يراه؟ يدبع القداسة لأن طاعته أهم من أي شيء العلاقة معه أهم من أي شيء حفظ كلامه أهم من أي شيء والشخص الآخر يجب أن تقنعه ليطيع يسوع حسناً أقنعني لماذا أدفع العشور؟ لا تكن شخصاً يجب أن يقنعوه ليطيع الله بل كن شخصاً بدافع حب يريد أن يطيعه قال يسوع حين تقع في حبي عندها ستطيعني عندما كنت أواعد ليزا وقعت بشدة في حبها وكنت أقضي ساعات معها ثم أذهب فتتصل بي وتقول لقد نسيت جاكتك هنا فأقول سأرجع لأخذه وأقضي خمس ساعات معها أقصد سأفعل أي شيء إذا اتصرت في لصف الليل وقالت أريد آيس كريم سأقول الشيكولاتة أم فانيليا سآتي لم أفعل هذا لأثبت حبي بل لأني أحبها ثم تزوجنا أتضحكون لأني قلت تزوجنا والآن لا أقول الشيكولاتة أم فانيليا بل أقول حسناً أنا الآن لا أسعى بشغف لأفعل أي شيء بل أفعل الأمر من باب الواجب حسناً سأحضره انظر الرجل بهذا جاهز للزنة لو علاقتك بيسوع هكذا سوف تزني ليس على المستوى الفردي فقط بل الجماعي أيضاً لأن ما فعلناه هو استعادة الحضور بالأجواء سأقرأ فقط لأوصل الأمر لكم بالكامل من أفضل الخطوات التي خطوناها ككنيسة مؤخراً تحسين الأجواء منذ فترة كنت تدخل الكنيسة تجد مباني سيئة وديكوراً قديم وخدمات مملة جداً الموسيقى كانت سيئة ومنفرة اللغة كانت غريبة الرسالة كانت غير موجهة للضلين الملابس لا تناسب الموضة والشركة قليلة وبالقيادة الجيدة غيرنا من هذا الوضع الموسيقى الآن جميلة وتصميم المباني تجذب الناس مثل هذا الجناح الرائع الذي تبنونه مكننا الخدمة وزينا المنابر وأماكن الأطفال وقاعات الشباب والصلاة بطرق متقدمة صنعنا أجواء عظيمة هل توقفنا هنا؟ هذا هدفنا؟ الأجواء مطلوبة لتهيئ مدخلاً لما هو مهم حضور الله الأجواء يصنعها البشر هوليوود ولاز فيجاز وريزني وبرودوي وغيرها هم بارعون في إثارة مشاعرنا هل نفعل مثلهم؟ هل اكتفين بإثارة مشاعر الناس الذين يحضرون اجتماعاتنا؟ هل حضور الله يملأ منابرنا؟ أم أننا نفعل ما نعرف أن نفعله لكن في حيز مسيحي؟ إليكم الحقيقة نحتاج حضور الله لنتغير عندما كانت الأجواء سيئة رأيت حضور الله وتغيرت وسؤالي اليوم ليس لماذا نهتم بالأجواء بل لماذا لا نحصل على الاثنين؟ لماذا لا نحصل على الأجواء والحضور؟ إذن القداسة باليونانية هاديوس حسنا H-A-G-I-O-S وأحد معانيها هو أن تتخصص لله لتكون بالكامل وبالكلية له تزوجت ليزا فأصبحت بالكامل لي وأصبحت بالكامل لها أتعلمون؟ قبل أن أتزوج ليزا كنت أحب موسيقى الجاز والأثاث الغامق وصوص صلطة معين وكنت أحب الجبن الأزرق وغيرها الكثير لكن ليزا كانت تكره هذه الأشياء فماذا فعل؟ امتنعت عن هذه الأمور وبدأت أبحث عن أمور تحبها وبدأت أعود نفسي عليها حسنا لماذا هذا؟ لأني أريد أرضية مشتركة مع زوجتي أريد أن نستمتع ببعضنا أتتابعونني؟ الأكثر من ذلك ابتعدت عن العلاقات غير اللائقة تحدثت عن موضوع كاوبويز وهل أشاهد الكرة؟ بالطبع نعم الحرفية هي ألا تشاهدها قل لي لا تشاهدها سأذهب لأشاهدها أكره الحرفية حسنا الآن حين تزوجت ليزا هل انقطعت علاقتي بالنساء؟ هل تمزح؟ أنا أراهن دائما حين أحجز في الفندق أراهن يجلسن بجانبي في الطائرة لكني أتعامل معهن بطريقة لائقة ليس كما كنت عاذباً أشاهدها أتحدث معها لأخذ رقمها لم أعد أفعل ذلك وأنا سعيد بأن هذه الأيام مرت هكذا يجب أن يسلك المؤمن في العالم نحن في العالم وهو يحيط بنا دعونا نكرز للناس لنذهب إليهم ولكن لا نكون من العالم دعونا ننقل شيئاً أكثر جاذبية لهؤلاء الضالين المستعبدين لأجسادهم أنتم معي قبل أن ندخل في علاقة مع يسوع كنا من العالم وكان يحبنا كان طبيعياً أن نعيش موساقي بشهوة الجسد وشهوة العيون والمناصب والصيط الآن لم نعد من هذا العالم بل ملك لله والآن القداسة تعني أكثر ينبغي للقداسة أن تعني أكثر لا تعني فقط أن تتكرس له سأقول تعريف القداسة الثاني النقاء والعصمة والاستقامة هذا ما يخيف الناس النقاء والعصمة والاستقامة سأتعمق في هذا الأمر لاحقاً كورينثوس الثانية سبعة واحد لنطاهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح يقول نطاهر ذواتنا لم يقل دم يسوع سيطاهركم بل لنطاهر ذواتنا حسناً أثبت العهد القديم عجزنا عن طاعة الله ليس لدينا القدرة في ذواتنا لنطيع الله لسنا في العهد القديم بل في النعمة يقول بولوس في أفاسوس أربعة إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العطيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق في العهد الجديد لنا طبيعة جديدة هذه الطبيعة على صورة يسوع المسيح وهي تعطينا القدرة لنختار أن نطيع الله العالم لا يختار الجسد يسيطر عليهم لكن المؤمن يختار لازلنا نعيش فيه الجسد لكن لدينا طبيعة جديدة فينا سنقرر ما إذا كنا سنخضع لها أم سنخضع للجسد لهذا المؤمن لديه الخيار أما العالم فلا لا تنظر إلى خاطئ وتتضايق من تصرفاته وأسلوب حياته هذا أمر طبيعي أن يخطئ وبعضهم خيرون هذه طبيعتهم يقولون نريد أن نكون صالحين الصلاح في نظر الله ثياب بالية من ذواتهم لكن الله سيرنا صالحين في نظره أي لم يجعلنا عروسه فقط بل مكننا من أن نعيش كعروس له أنتم معي؟ أتفهمون؟ اسمعوا هذا هذا سيسهل الانتقال للمحاضرة التالية هناك تخبط كثير في أمر القداسة في الكنيسة والسبب هو العهد الجديد يتحدث عن وجهين للقداسة وجهين الأول مركزنا في المسيح في أفاسس الأصحاح الأول أفاسس واحد يقول كما أحبنا في المسيح قبل تأسيس العالم واختارنا لنكون قدسين وبللو من قدامه في مركزنا في المسيح نحن قدسون في نظر الله ولا يمكن أن نصبح أقدس حسنا مركزنا في المسيح لكن من هذا المركز يأتي السلوك يتحدث العهد الجديد عن سلوكنا عندما تزوجت ليزا أصبحت زوجتي وهذا لا يتغير كل يوم بحسب سلوكها لكن حين أصبحت زوجتي تطلب هذا سلوكا هي لا تغازل الرجال أتتابعون حسنا العهد الجديد وهذه مشكلة يقع فيها كثيرون لا يتحدث عن مركز القداسة فالعمل لا يجلب استحقاقا أو قدسة أكثر ثم يتحدث عن السلوك الذي يجب أن يتبع مركزنا أتتابعون تحدث بطرس عنه سأختم بهذا وسأدخل فيه في المرة التالية عيشوا كأولاد الله المطيعين لا تشاكلوا شهواتكم السابقة لتشبعوا أهواءكم كنتم جاهلين بل كونوا قدسين في كل عمل هنا لا يتحدث عن مركزك بل عن سلوكك نظير القدوس الذي دعاكم لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس وتذكروا أن أباكم السماوي الذي تصلون له لا يحابي سيحكم أو يكافئ حسب أعمالكم وليس الهوية الهوية هي المركز الأعمال هي السلوك التابع للمركز هذا سيجعلكم تخبطون كثيرا لذا من الأفضل أن تحضروا المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم في المحاضرة الخامسة لماذا لا يكفي الجيد بدون السيد؟ عنوان المحاضرة هو الوقود ماذا أقصد بالوقود؟ سأقول لكم سأراجع المحاضرة السابقة سريعا أولا اتباع القداسة ليس النهاية لذا لتلتحق بنادي القداسة عما أتحدث عن من يريدون أن يصبح قدسين ليبدون قدسين ليكون في مجموعة أنا أفضل منك يكره الله هذا لا يكرههم هم بل يكره هذا لا تخلط الأمور موضوعنا عن العلاقة والكلام ليس موجها إلى من بجوارك بل إليك حسنا إذن اتباع القداسة ليس نهاية المطاف بل إنه البوابة إلى محضر يسوع سأقرأ لكم يحنى 14.21 من ترجمة أمبليفايد لأنها توضح الأمر يقول يسوع من عنده وصيايا ويحفظها هو الذي يحبني بحق وأنا أيضا سأحبه وسأظهر أي أكشف وأوضح له ذاتي سأجعله يراني بوضوح وأجعل نفسي حقيقيا بالنسبة له هذا واضح؟ نحن نعرف السيد عندما نحفظ وصياه لذلك حضور الله ليس لكل المؤمنين بل لمن يتبع القداسة عبرانين 12.14 اتباع القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب الأمر بسيط لا قداسة لا رؤية لله لا حضور الله القداسة معناها أن تكون ملكا لله وتعني أيضا النقاء والخلوة من الخطية حسنا اسمعوا هذا هذا سبب آخر لانزعاج لأننا لا نتحدث عن الأمر لأكون صريحا لماذا عذات القداسة ليست محبوبة بين الناس؟ لماذا كتب القداسة ليست الأكثر مبيعا؟ لأنه إن كنا كنيسة تريد علاقة مع الله ونعرف أننا لن ندخل محضره لذا علاقتنا ستكون صحية بدون القداسة فلماذا لا نسعى لها؟ لماذا لا ندبعها؟ فكروا لا أريد دينا عشت هكذا سنوات قضيت أوقاتا في الكنيسة أضيع وقتي كنت متدينا قلت لماذا تقول إنك مسيحي وتعطي وقتا للمسيحية وليس لديك علاقة بالله؟ حسنا أعتقد أنه لهذا يعايرنا العالم لو العالم رآنا على علاقة حية بالله وهو حاضر بيننا أذكر أول مرة استحبت دكتور شو راعي أكبر كنيسة في العالم كنت أوصله إلى خدمة دخل سيارتي فدخل الله سيارتي فقلت دكتور شو أشعر بحضور الله قال أعرف فكرت في كل الوقت الذي يقضيه مع الله وطاعته فشعرت أن الله يحب الوجود بجانبه تحب التواجد مع من يتجهلك ولا يطيعك؟ أم مع من يريد عشرتك؟ أنا أتواجد مع من يريد عشرتي فعلى صورة من خلقنا؟ الله مثلنا مثلا موسى موسى ضحى بكل شيء في سبيل حضور الله لأنه كان يعرف روعته هناك أناس كثيرون في الكنيسة لا يعرفون روعة حضور الله لأنهم لم يتذوقوه لأنهم ظنوا أن الأجواء هي الحضور وهذا غير صحيح نعم أنا أبكي في أفلام هوليوود نعم بكيت في بعض الأفلام كنت في الطائرة وأدرت رأسي حتى لا يراني المسافرون أنا أبكي ولم يدم بعد أربع ساعات عدت كما كنت لماذا لا يهتم الناس بالأمر؟ لماذا لا يجرون ليدخلوا أجواء الكنائس التي فيها حضور الله أو ليدخلوا حجرة الصلاة حيث يسوع أحاضر لأنهم لم يتذوقوه لا يتبعون القداسة لماذا لم نقل لهم؟ لأننا اختلقنا رسالة تعلمون؟ نقول القداسة تعني نقيا بدون خطية حسنا لن نقدر حاولت وفشلت حاولت وفشلت حاولت وفشلت لا أستطيع أن أطيع الله فاختلقنا رسالة جديدة هذه الرسالة النعمة تغطي الكل انتظروا تغطي الكل نحن نركز على القداسة كمركز فقط ونتجاهل السلوك الذي ينتج عنها لأننا قد قللنا من قيمة النعمة فنقول لا أستطيع أن أحفظ وصايا الله أنا بشر ولدي مشاكل لدي شهوات وكل هذه الأمور وهوى لكن النعمة تغطيني صحيح النعمة ستغفر ذنوبك كلها هذا أمر كتابي حسنا مات يسوع مرة واحدة ولن يموت مرة أخرى لأنك أخطأ غطى خطيتك بذبيحة نفسه نقول أنا محبط لا أستطيع أن أعيش القداسة أكره الحرفية فنهرب من القداسة ونقول لدينا النعمة حصدنا النعمة في أنها تخلصنا ومجانية وتغفر وتوقفنا عند هذا قللنا من قيمتها لأن النعمة أكثر من مجرد الغفران أكثر من مجرد الخلاص لا أقلل من هذا لكن النعمة تمكننا من فعل ما لم نكن نقدر عليه يا إلهي إلقاء هذه العظة يسعدني كثيرا إذن ما فعلناه هو أننا اخترنا أن نقول النعمة تغطي وهذا صحيح إنها تغطي لكن توقفنا هنا قاموا باختبار هذا الاختبار سيثبت لكم في عام 2009 سألوا أكثر من خمسة آلاف مسيحي من أمريكا وكان السؤال أذكر ثلاثة أو أكثر من معاني نعمة الله أكثر الإجابات كانت الغفران الخلاص هبة مجانية ومحبة الله أكثر أربعة إليكم المأساة إثنان بالمائة فقط الرقم كان واحدا وتسعة من عشرة من الخمسة آلاف مسيحي قالوا النعمة هي التمكين رغم أن الله يصفها بهذا في كورينثوس الثانية إثنى عشر تسعة تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف أو في العجز تكمل أي نعمتي هي قوتي التي تمكنك من عمل ما تعجز أنت عن عمله تسعدني هذه العظة لأني أعرف كم سيحرركم هذا يقول بطرس في بطرس الثانية واحد لتكثر لكم النعمة لأن قدرته الإلهية بطرس يصف النعمة بأنها القدرة الإلهية إثنان بالمائة من مسيحي أمريكا يعرفون ذلك أنتم معي والآن لماذا تعتبر مشكلة لأنه لا يمكنك أن تأخذ من الله بدون إيمان ولا يمكنك أن تؤمن بما لا تعرفه فإن كان اثنان بالمائة فقط في أمريكا يعرفون أن النعمة هي تمكين الله لنا فإن ثمانية وتسعين بالمائة يسعون للقداسة بقدرتهم الذاتية حين تسعى للقداسة بقدرتك الذاتية ستفشل فتختلق عقيدة تقلل من قيمة النعمة أنا بشر لدي شهوات جنسية أعرف أنا مضمن على الطعام وعلى المادة أنا مجرد بشر ولا أحب زوجتي ولا أريد أن أستمر معها سأطلقها أعرف أن هذا خطأ لكني بشر بالطبع لن تقدر أن تكون مقدسا بقدرتك إن لم تفهم تمكين النعمة لن تتقدس لنتعمق أكثر في كلمة النعمة النعمة باليونانية هي كارس وتعني هبة نفعا فضلا النعمة في الأساس هي هبة لا يمكنك أن تستحقها ذلك قلت ليس كتابيا أن تعاقب نفسك إن أخطأت بهذا تلغي نعمة الله وتضيع دم يسوع تماما هي هبة لا نستحقها أنتم معي؟ إذن لنرى آيات منتقى من العهد الجديد نعم هذا تعريف لنعمة الله يشمل المعنى التأثير الإلهي على القلب وانعكاسه على الحياة اسمعوا النعمة هي التأثير الإلهي على القلب وانعكاسه على الحياة هناك انعكاس خارجي لما في القلب هذا تمكين النعمة إن نظرت إلى أعمال أحد عشر مكتوب حين وصل برنابة رأى دليل نعمة الله لم يسمع عن نعمة الله بل رأى انعكاسها على حياتهم يفعلون ما كانوا عاجزين عن فعله هذا تمكين النعمة لهذا يقول يعقوب الرسول أرني إيمانك أرني نعمتك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي نعمتي لماذا استبدلت الإيمان بالنعمة؟ لأنه مكتوب في روميا 5 أننا ندخل النعمة بالإيمان أي أنك لا تأخذ النعمة إلا إذا أمنت أنتم معي؟ إذن ما يعنيه يعقوب في أساسي هو دعني أرى تمكين النعمة دعني أرى دليل تمكينها في حياتك الخلاصة هي النعمة هبة سأسردهم لكم الخلاص هبة من النعمة الغفران هبة النعمة الشفاء هبة النعمة الرعاية هبة النعمة أخذ طبيعة الله هي هبة النعمة التمكين هو هبة النعمة هي هبات لا نكسبها فقط آمن وتواضع بل تواضع ثم آمن بالنسبة للتمكين النعمة تمكننا من عمل ما لم نكن نقدر عليه فنقدر عليه الآن يقول بوترس لتكثر لكم النعمة قولوا لتكثر النعمة كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى لكن نحتاج المزيد حسنا سأقرأ مجددا أيها الزونات أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله ولكنه يعطي نعمة أعظم لنواجه تلك الرغبات الشغيرة بمعنى آخر نعمة أكثر سأعطيكم مثالا لأن بعضكم مستغربون حسنا في صغري أحببت البيسبول كنت ألعب مع أصدقائي كل يوم انتهى شتاء ميتشجن ونمت الحشائش وأنا الصبي الوحيد فمن يقص الحشائش؟ ازداد نمو الحشائش فقال لولدي بنيا بعد المدرسة غدا قص الحشائش قلت حاضر عدت من المدرسة وأخرجت الماكينة من الجراش جهزت كل شيء لأشغلها لم تعمل أحاول فيها لا تعمل أحاول ولا تعمل يا إلهي ربما البنزين زائد لا أشمه كشفت على المفاتيح كلها مضبوطة كانت شموع الاحتراق مضبوطة ثم بدأت أحاول أن أديرها أحاول وأحاول يا إلهي ذهبوا إلى الملعب ستفوتني المباراة هذا سخيف قطعة خردة غبية والآن يجب أن أخذها للتصليح ستفوتني المباراة اليوم أنا محبط وغاضب لأني لا أستطيع قص الحشائش بيدي أو بكلابات لن أنهي العمل أبداً من المستحيل أن أقص الحشائش وألعب بيسبول بدون الماكينة أتى داني وقال جاهز يا جون داني أبي طلب مني أن أقص الحشائش والماكينة معطالة لن ألعب فقال أرني أنا محرج محرج جداً حاول داني لم تعمل أيضاً فحصل وقود فارغ فقال جون لا يوجد وقود فقلت يا إلهي كم أنا غبي فجزست الحشائش والعبت لنتحدث عن هذا الماكينة هي طبيعتنا الجديدة التي أعطاها لنا الله تعلمون لو أبي لم يشتري الماكينة لكنت عجزت عن قص الحشائش الماكينة هدية أبي ليساعدني في مهمتي الماكينة هي طبيعتنا واحتكت وقوداً أيضاً ليس مرة واحدة إذ أن خزان الماكينة لا يعبأ مرة واحدة في العمر بل يجب أن أملأه باستمرار لأغذي الماكينة هذا هو تمكين النعمة قال يعقوب يعطي نعمة أعظم قال بطرس لتكثر لكم النعمة وفي العبرانيين لنتقدم إلى عرش النعمة أفهمتم؟ الوقود هدية من أبي لم يكن معي نقود لأشتري وقوداً الوقود هدية والماكينة هدية لهذا نجد مسيحيين مخلصين ولديهم طبيعة جديدة ولكن فاشلون لأنهم لم يسمعوا عن نعمة ممكنة ولن تحصل على التمكين إلا بالإيمان ولن تؤمن بما لا تعرفه لهذا كل هؤلاء المسيحيين محبطون فاختلقنا عقيدة تقول إن النعمة تغطي فقط لا نقول لكم طبيعة جديدة وتحتاج وقوداً وهكذا تعيشون ما قاله بطرس كونوا قدسين في كل شيء أنتم معي؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org الآن هذا يأتي بنا إلى كلمة الرسول بولوس لنا بولوس في أفاسس أصحاح 4 و 5 يقول كلاماً رائعاً في الأعداد 17 و 19 و 24 فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلك فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضاً ببطل ظينهم الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع لذا إلبسوا الطبيعة الجديدة دعوا وقوداً المخلوق بحسب الله في البر وقدسة الحق ثم استمر بولوس في سرد أنماط سلوكية ستنتج حين نلبس الطبيعة الجديدة والمذهل في أفاسس أربعة و خمسة هناك ممنوعات قولوا ممنوعات الآن سأصل لأمر حساس الآن سمعت من خدام العهد القديم يقول ممنوع والعهد الجديد يقول بالنعمة هذه الجملة العامة تلغي تعاليمة كثيرة موجودة في العهد الجديد هذا يدرس في مؤتمرات يدرس النعمة تحررنا من الوصايا حسناً والآن أرجو أن تسمعوا هذا هذا الكلام يلغي كمية كبيرة جداً من آيات العهد الجديد قال يسوع اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به حسناً يحن الأولى خمسة ثلاثة محبة الله أن نحفظ وصاياه يقول بولوس وهو من رأى رؤية النعمة لأنكم تعلمون أن يتوصايا أعطيناكم بالرب يسوع والآية التي تليها مباشرة إرادة الله قداستكم إرادة الله هي لكم القداسة بعدها مباشرة تسالونيك الأولى أربعة ثلاثة يعرض بطرس الحقيقة المرة عمن سيتركون الإيمان في الأيام الأخيرة يقول إنهم يرفضون الوصية المسلمة لهم ليحيوا حياة مقدسة لا أفهم كيف نقول لا يوجد وصايا في العهد الجديد يوجد فيه وصايا انظر إلى أفاسس أربعة وخمسة إليكم الممنوعات اقرأوا الآيات لاحقا أفاسس أربعة خمسة وعشرين إلى تسعة وعشرين وخمسة ثلاثة إلى خمسة لا تكذبوا هذه الممنوعات ليست لتحصل على الخلاص أو لتكون بارا أمام يسوع ولكنها يجب أن تنتج من كوننا مرتبطين به وطبيعته فينا قال لي أبي حين كنت صغيرا بني هذه عداتنا حين تدخل سيدة لا تظل جالسا لا تظل جالسا بل قف وانظر إلى عينيها هذه عائلة بيفير فحين تدخل سيدة لا أظل جالسا بل أقف وأنظر إلى عينيها قال أبي لا تظل جالسا قال أبي تفقد الجانبين قبل أن تعبر الطريق يريدني أن أعيش أكثر يقول الله أريدك أن تعيش أكثر هذا لا يحسن من مستواك أمامي إنه يطيل عمرك يعطيك حياة تقية وسلوكا يدخلك إلى محضري ولكن المشكلة أننا اليوم نخاف من أي شيء يقال فيه توبيخ أو ناهي عن شيء سأحكي شيئا كنت في قاعة فيها حوالي أربعة ألاف شخص ثم وقف راع معروف ووعظ لديه كنيسة كبيرة وله احترامه في البلدة كان صالحا ولكنه قال ما سأقوله هذا كلامه ما سأقوله الآن سيبدو سلبيا لكني لا أفعل هذا عادة أنا لست سلبيا لأني لا أدين الناس أترك الدينونة للروح القدس كلامه بدى منطقيا وسليما لكن روحي انزعجت ولم تسترح وحين راجعت غرفتي شعرت بأن هناك خطأ ففتحت الكتاب على تيموثاوس الثاني أربعة وقرأت فيه العدد الثاني اكرز بالكلمة أقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر وعظ فقلت واو يجب أن أدرس هذا هناك ثلاث كلمات وبخ انتهر وعظ أريد أن أدرس هذا فذهبت أولا إلى ترجمة أمبليفاي بايبل وقررت أن أبدأ من العدد الأول وليس الثاني العدد الأول في أمبليفاي بايبل يقول أنا أكلفك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات لحظتم أن كلمة أكلفك مكتوبة بأحرف كبيرة فقلت هل أخطأ هل هذا خطأ طباعي فكذبت لصديقي ريك رينر من موسكو بروسيا وهو خبير في اللغة اليونانية قلت ريك لماذا كتبت كلمة أكلفك بأحرف كبيرة رد ريك في الحال وقال كلمة أكلفك باليونانية كانت تستخدم أثناء حلف يمين المناصب العامة كان من يحلفهم يدعو كل الآلهة ليسمع ويشهد ليطفي جدية على من يحلف اليمين ثم يكلف المحلف حالف اليمين بأداء مسؤوليته وبتذكر أن الآلهة كانت تراقبه إذا أعدنا صياغة هذا النص نجده أدعو الله أن يراقبك وأنت تتلقى مني هذا الكلام كانت كلمة مهيبة تقول لتموثاوس إنه من الأفضل له أن يكون جادا فيما سيسمعه لأن الله كان سامعا ومراقبا لهذا فإن باقي الآية عن الدينون سأعيدها أكلفك إذا أمام الله العتيد أن يدين الأحياء والأموات أي تموثاوس أنت وكل خادم للإنجيل أي متكلم باسم الله من الأفضل أن تنتبه جيدا إلى ما سأقوله لأن الله نفسه سيحكم على طريقة تناولكم لما سأقوله هذا بالضبط ما تعنيه الكلمة أتشعرون بجدية الأمر؟ حسناً بما كان يكلفه عدد اثنين اكرز بالكلمة بالكلمة الكلمة وليس بالمبادئ حسناً ليس بالمبادئ الفلسفية بل بالكلمة أعقف على ذلك استعد كن متاحاً وجاهزاً سواء أكانت الفرصة مشجعة أم غير مشجعة مناسبة أم غير مناسبة مقبولة أم غير مقبولة والآن اسمعوا هذا أنت ككارز للكلمة يجب أن تري الناس ما هو الخطأ ما هو الخطأ في حياتهم كان هناك لقاء مع راع وزوجته والجملة التي خرجت من أفواههم ليس من شأننا أن نخبر الناس كيف يعيشون حسناً إنهم رائعون يحبون يسوع والنفوس أتمنى أن يكون الناس مثلهم لكني حزنت لأني أرى أنه يحتاج أباً روحياً يقول له يجب أن تواجه حياة الناس وتخبرهم كيف يعيشون هذا هو العهد الجديد ليس كل العهد الجديد لكن جزء كبير منه لننظر لتلك الفلسفة ولحياة بولوس يتكلم بولوس مع ملك يدعى أغرباس إنه غني غير مخلص اسمعوا عذة بولوس من ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معانداً للرؤية السماوية بل أخبرت أولاً للذين في دمشق وفي أرشليم حتى جميع كرة اليهودية ثم الأمم أي جميعنا أن يتوبوا عن جميع خطاياهم هذا أسلوب الحياة ويرجعوا إلى الله اسمعوا عاملين أعمالاً طليقوا بالتوبة لكن ما هي فلسفتنا؟ فلسفتنا هي أن نكون إيجابيين لا تكن سلبياً سأخبركم بحقيقة كنت سأعظ في كنيسة كبيرة كنت متحمساً لأنها كنيسة عظيمة أرسل للراعي إيميل قبلها يقول جون نحن متحمسون لقدومك إلينا سأشاركك بثقافة كنيستنا نحن كنيسة إيجابية لا نسمح بكلام سلبي على منبر نقدم عظات إيجابية حسناً إذن لنرى ماذا يقول بولوس وبخ عدد اثنين انتهر عظ بكل آنات وتعليم لنرجع إلى اليونانية لنرجع إلى اللغة الأصلية توجد ثلاث كلمات الأولى معناها يدين يذكر الخطأ ينتهر وأيضاً يوبخ قاموس The Complete Word Study يقول في العهد الجديد تعني يدين ويثبت خطأ الآخر فيخزيه الكلمة الثانية تعني يتهم أو يوبخ الكلمة الثالثة تعني يشجع نحن نحتاج للتشجيع لكن وأنا أنظر للكلمات لنرى أي منها إيجابي وأي منها سلبي كلمة منها إيجابية شجع وكلمتان سلبيتان تعرفون ماذا يعني هذا 66 و7 من 10 بالماء مما طلبه بولوس منتي مثاوس نصنفه سلبياً المواجهة التوبيخ الإدانة أنا لا أقول إن 67 بالماء من عذاتنا يجب أن تكون هكذا رغم أن ذلك سيساعدنا في الكنيسة لكني أقول هل فقدنا التوازن؟ هذا هو سؤالي لأن الآن الوضع هكذا نحن تربينا أتحدث عن جيلي والأصغر قليلاً تربينا على أيدي قساوسة أقوية روعاتنا في السبعينات والثمانينات لم يخاف مواجهتنا لم يخاف من كشف الخطايا ومعالجة السلوك الأثيم أو معالجة العيش في نجاسة كانوا يواجهونا مباشرة فلم يستطيعوا إنشاء كنائس كبيرة لماذا؟ لأن غير الجادين مع الله كانوا يخرجون والآن نحن نقدم رسائل مشجعة فقط فنجذب من لا يريدون الله بل يريدون كنيسة الفكرة هي لا أريد السلبية لكي لا يهرب الناس سأسهل الأمر لماذا لم يفعل يسوع هذا؟ والرسل لماذا نظر بولوس إلى الملك أغرباس وقال له يجب أن تغير أسلوب حياتك إن أصبحت مسيحيا يجب أن تثمر صلاحا وأيضا قال لرجل آخر رجل يدعى فيليكس وزوجته دروسيلا في أعمال 24-24 ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا إمرأته وهي يهودية فاستحضر بولوس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح إذن هم غير مؤمنين يريدون الاستماع واستمر بولوس في إصراره على العلاقات الصحيحة مع الله وشعبه وعن الحياة بالمبادئ العفيفة والدينونة العتيدة فشعر فيليكس بأن الأمور غير مريحة فصرفه يكفي متى حصلت على وقت سأستدعيك ولم يحدث أراد الرجل أن يسمع البشارة وبولوس كلمه عن مبادئ التعفف وعن الدينونة إذن السؤال هو من أين جاءت فلسفتنا هل استخرجنا آيات معينة من العهد الجديد لتتناسب مع ثقافتنا الإيجابية المشجعة التي تسمح للناس بأن يصدقوا أنهم مؤمنون ولكنهم ليست لهم علاقة مع الله لأن لهم أحباء كثيرين في حياتهم يسوع ليس سيدهم وملك الملوك له المرتبة الثانية أو الثالثة في حياتهم فكروا في الثقافة التي بنيناها لدي وعد الحياة وسأحتفظ بعلاقات العاطفية وسأساعد الفقراء أحب ذلك هذا تأمين زائف للسماء لديك معجبون وتتلقى عذات مشجعة رائع هذا جيد ولدي منبر رائع بدكور رائع وموسيقى جيدة أنا في وضع جيد ما علاقة هذا بما طلبه بولوس من تيموثاوس هذه آخر رسالة كتبها هذا آخر أصحاحا كتبه بولوس في حياته كان تيموثاوس راعي كنيسة أفاسوس وبولوس هنا يقول للراعي كيف يعظ ستة وستين وسبعة من عشر من العظة السلبي بحسب تقديرنا ثلاثة وثلاثين بالماء إيجابي ومشجع هل فقدنا التوازن؟ أنا شخص إيجابي أنا أميل دائما إلى التوجه الإيجابي أحب الإيجابية نعم أحبها اسمعوا هذا لديك كنيستان إحدى هما تحضرها تعرف أنهم سيجابهونك سيعظون بالكلمة سيدينونك وفي الكنيسة الأخرى سيشجعونك فقط سيعلمونك مواجهة ضعفك إلى أي منهما ستذهب؟ سأذهب إلى هذه دعني أرسم لك سيناريو ستيف ذهب إلى الطبيب الطبيب ألف فنظر له طبيب ألف وقال تشخيص مرضك هو ورم خبيث قطير إنه صغير إزالته سهلة يجب إجراء العملية بسرعة ضجر ستيف جدا وهذا يهدد حياتي وسيعوقني فذهب إلى الطبيب باء الطبيب باء رجل إيجابي جدا لا يهتم بالنشرات الطبية يستمع إلى بعضها والبعض الآخر لا يهتم به نظر الطبيب بي إلى ستيف وقال أنت بخير أنت بخير أنت قوي كالثور خرج ستيف من الكشف هه ممتنا للطبيب باء الطبيب ألف هذا قاس وسلبي أرد أن يضيقني ويأخذ نقودي في العملية يفكر هكذا أليس كذلك وبعد سنتين ذلك الورم وصل لحجم خطير وسيقتله بعد أسبوعين ولا يمكن شفاؤه اسمعوا هذا الآن يقول ستيف ليتني سمعت للطبيب ألف لماذا سمحت لباء أن يتملقني البائع سيقول ما تريد أن تسمعه وأنا لا أعني البائع المؤمن بل غير المؤمن البائع غير المؤمن سيقول لك أنت مواطن رائع لو وجد منك في بلدنا لأصبحت عظيمة أنت رجل مهندم وشخصيتك تستحق أفضل عرض فتقول لماذا لا تكلم لزوجتها كذا لأن زوجتك تحبك هو يريد أن يتملقك ليعميك ويطعنك في ظهرك ثم يأخذ مالك بولوسو يقول النتيجة التي ستنتج من هذا النوع من الخدمات الإيجابية المشجعة يقول لأنه سيكون وقت أهلا بكم فيه لا يحتملون أن يتحملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم أطباء أباء معلمين كثيرين يختارونهم ليرضوا شهواتهم ويعززوا أخطاءهم هل يمكن أن يكون من سيسمعون يسوع يقول اذهبوا عني لم أعرفكم هم الناس الذين ينجذبون للتعليم الإيجابي سأختم العظة بهذا وهذا أهم شيء إنه حافزنا علينا قول الحق بمحبة ذات يوم كنت في مكتبي وجاء إلي شاب وقال أنا مدعو نفس دعوتك فشعرت هكذا كان مفعما بالطاقة والحيوية فقلت هناك خطأ نظرت داخلي ونظرت له وقلت هل تريد أن تعرف كيف تتصرف بشكل نبوي وتحضر كلمة الله النبوية إلى شعبه فاتسعت عيناه وقال نعم قل لي كيف أفعل هذا قلت كلما قدمت تصحيحا وتوبيخا وكلاما عن الحياة بهذا تحب هؤلاء الناس جدا فنظر إلي وقال يجب أن يعمل الله فيه فقلت له على الأقل اعترفت لأن الأمر السيء هو أن الناس السلبيين يأخذون الآيات التي وعظوا بها اليوم ويدينون بها الناس هذا مؤصف جدا هذه الآيات لحمايتنا هي آيات لحماية علاقتنا بالرب وهم يستخدمونها ليضعوكم في صندوق يحدد كيف تعيشون الله يحب الإبداع والتعبير ويريدنا أن نستمتع بالحياة الله لا يريد أن يعقبنا بالحرفية والقسوة والغضب أتكلم عن الغضب القاسي إن غضب يغضب من غيرتها عليك لأنه يريد الأفضل لك إن كلمك بشدة عن طريق إناء فكثيرا ما يكون هذا لخيرك وأحيانا لا يكون من منطلق المحبة دعونا نقبل من يصحح سلوكنا دعونا نقول نعم يا رب أريدك أن تغيرني لتكون لي علاقة حميمة معك إليكم النتيجة الخلاصة خلال الخمس وخمسين عاما التي عشتها لم أرى الإثم يتصاعد للدرجة التي يتصاعد بها الآن أبدا وكأن الإثم يصعد باستقامة وبتضاعف مستمر وهذا لسبب لأنه مكتوب في تسالونيك الثانية لأن فاعل الإثم الآن سيستمر في فعله إلى أن يرفع من الوسط كلمة يرفع في هذه الترجمة تعود على الروح القدس إن حضور الروح القدس يحجز الإثم أي يمنعه يحدث هذا حين نقدم إنجيلا بدون قداسة حين لا نعذ بأن نعمة الله تمكننا من الحياة بالتقوى يتقلص حضور الله لأنه حين خرج الروح القدس من الهيكل حين انشق الحجاب لم يختفي كغروب الشمس لم ينتقل إلى شجرة أو موسيقى بل انتقل إلى قلوب المولودين ثانية فإن لم نطع وصايا يسوع لن يظهر لنا ذاته بقوة ولن نجد ما يحجز الإثم إن أردت أن تلوم أحدا على الانهيار الأخلاقي في أمتنا لا تلوم الرئيس ولا مجلس الشعب بل لوم عدم اتباعنا للقداسة ترجمة نانسي قنقر حسناً ها نحن في هذه المحاضرة السادسة والأخيرة لماذا الجيد بدون السيد لا يكفي عنوان المحاضرة الحياة الصالحة أحب هذا العنوان حسناً سنعود لبناء البيت تكلمنا عن هذا لبناء بيت نضع الأساس وهو سيادة يسوع ثم تكلمنا كثيراً عن هيكل البيت لأن الهيكل يربط الأشياء وهذه حياة القداسة والآن سننتقل للجزء الممتع حين بنينا بيتنا الأول لم يحمسنا وضع الأساس وحين بنوا الهيكل تحمسنا أكثر إذ رأينا الأشياء تظهر لكن حين بدأوا في البراط والحجرات كنا أحياناً نذهب مرتين في اليوم من حماسنا هذا هو الأمر الممتع في حياتنا والذي يفرح به الله كثيراً ستشعرون أني استدرت 180 درجة فيما سأقوله لكم اليوم ليس صحيحاً لأن الله مهتم بقدستنا الله مهتم بالثمر في حياتنا لذا انتبهوا فالله مهتم بهذا الأمر في حياتنا حسناً في البداية لنقرأ أفاسس 12 يقول بولوس لأننا عمله استدر للشخص الجالس معك وقل له أنت تحفة الله مكتوب في أفاسس لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لكي نسلك قول نسلك في أعمال صالحة سبق الله فأعدها أنت لست فقط مخلوق في المسيح لتكون شخصاً ابناً لله بل أيضاً مخلوق في المسيح يسوع لتفعل شيئاً هذا الذي خلقت لتفعله الله مهتم جداً به وحين تكون مهتماً بأمر تتشوق له مثل حين أعددت حفلة مفاجئة في عيد ميلاد زوجتي كنت أتشوق لهذا اليوم الله متشوق لذلك اليوم في حياتك لتأتي بالثمر الذي خلقت لتعمله إذن يجب أن نسأل سؤالاً هل طريقة حياتي هل ما أفعله جيد في نظر الله أم جيد في نظر البشر غالباً ما نقابل اختيارات في الحياة تبدو جيدة لكنها ليست اختيار الله الأفضل إن نظرت لإبراهيم وسارة لقد اختار بدأ يشعراني بالفشل قال سنساعد الله أن يحقق وعده فأتى إسماعيل مما أدى إلى الفوضى والمشاكل لهم فأتى الله وقال لهم بصراحة ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة كانت نتيجة إزعاجاً أما لآخرين خاسر الكثير إن رأيت شاول اختار شاول أن يسير بطريقته فخسر الملك أريدك أن تنظر للأمر هكذا إن مشيت في الجبال وهناك طريق مطروق ستنجذب له لكن إن كان معك مرشد سوف يأخذك لطريق أفضل ذهبت مع أصدقاء لي مثل جوش وها هو دون إلى ماتشو بيتشو إلى الجبال كان معنا مرشدون خبراء لو لا هم لما كنت هنا اليوم ولكنت تائهاً في جبال الأنديز الآن لكننا رأينا مشاهد من أجمل ما رأيت هكذا الروح القدس هكذا كلمة الله هي سراج لرجلي ونر لسبيلي يقول الروح القدس أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع يريدك الله أن تنتفع إذن ما هي المعايير لما يريده الله في حياتك بتعبير آخر ما هي حدودك بالنسبة للإثمار ولقدرتك على مساعدة الآخرين أتذكر حين بنينا بيتنا الأول كان الأول أو الثاني لأذكر تحديداً لكن لن أنسى غرفة العرض تلك اعلموا أننا اشترينا بيتاً على الورق اخترنا أرخص بيت تحصل عليه في المنطقة لأن هذا ما نقدر على تكلفته ولا شيء آخر دخلنا غرفة العرض ورأينا الرخام الجميل والأحجار خزانات من شغل القيقب سخوراً جميلة تصلح للمدفأة ثم انتقلنا من هناك إلى قسم به المشمع خزانات مضغوطة خشب مضغوط نجارة سيئة ظللنا نقول للسيدة وماذا عن هذا؟ فتقول خارج إطار السعر فأقول هل يمكن أن نأخذ سيراميك؟ فتقول خارج إطار السعر فقط مشمع ظللنا نسمع نفس الإجابة كنا فرحين حين دخلنا لكن لم نكن فرحين حين خرجنا ظلت تقول خارج إطار السعر ليس في نظامكم ليس مسموحاً لكم وأرى أنه أحياناً تقول لنا الحياة هذا لكن هل هذا حق؟ هل هذا دقيق؟ كم مرة سمعت لا تقدر؟ لا ترفع أمالك هذا حلم غير معقول كن مقبولاً وعادياً أعلى من مستواك وكلاماً من هذا يبدو المنطق جيداً يبدو معقولاً لكن هل هو حق؟ لنرى أفاس الثلاثة عشرين أفاس الثلاثة عشرين مكتوب هنا والقادر اهتفوا جميعاً قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا ليست القوة التي تأتي أحياناً بل هي فينا وما هي قوة النعمة والنعمة عطية لذا النعمة التي تعطينا القوة للقداسة تعطينا القوة لنكون مثمرين وتقدر أن تنقلنا إلى مستويات أبعد من خيالنا حسناً يعطينا هذا فكرة مختلفة عن تلك التي في غرفة العرض أريد أن أحكي قصة مثالاً صغيراً عندنا مالتي بليونير يريد أن يستثمر في الشباب فاخترى ثلاثة رجال أعمال شباباً جلبهم لمكتبه وقال أريد أن أعرف أحلامكم أنا قادر انتبه لكلمة قادر أن أقدم رأس المال اللازم لتحقق حلمك فقالت له الفتاة الأولى أريد مخبزاً فقال حسناً ما التكلفة فحسبت الفرن الذي ستحتاجه والفضيات والتشقيبات وكل شيء فرجعت لذلك البليونير وقالت أريد مائة ألف دولار فوضع مائة ألف دولار في حسابها ثم أتى شاب وقال أريد بناء منازل وحسب التكلفة يحتاج عربة يحتاج معدات يحتاج إلى الأراض يحتاج المواد الخام فقال أريد مائتين وخمسين ألف دولار فوضع البليونير هذا المبلغ في حسابه ثم أتت بعدهم الفتاة الثالثة وقالت أريد أن أبني مجمعاً تجارياً ملحق به مول ومدينة ملاهن فواجدت ألف فدان داخل حدود المدينة وقدمت عرضاً بالأمر استأجرت فريق معماريين صمموا مبنيين من 12 طبقاً ثم جعلتهم يصممون مول تعلوه بعض الشقق السكنية وجعلت بها مطاعم فخرة ثم بنت فندقاً خمسة نجوم وبجانبه وضعت مدينة الملاهي بدأت تضع للمول مساحة متاحة وابتدأ ينمو بسرعة لكن هذا حدث بعد المقابلة التالية رجعت إلى البليونير وقالت أريد 245 مليون فوضع هذا المبلغ في حسابها بعد ثلاث سنوات أراد البليونير أن يعرف ماذا حدث مع أصحاب الأعمال الثلاثة آتت السيدة الأولى وكانوا كلهم موجودين وقالت بنيت مخبزي أحبه الناس وأربحوا بضعة ألاف كل شهر ثم أتى الشاب وقال بنيت أربع مباني في السنوات الماضية وربحت مائتي ألف دولار في أربع سنوات ثم أتت الثالثة وقالت حسناً 95% من المول مشغول الشقق السكنية كلها مباعة 93% من المبنى الإداري مشغول أستقبل أناساً من كل مكان ليتسوقوا وقالت إن المجمع يربح عدة ملايين دولار في الشهر يربح لا يتعامل عدة ملايين دولار في الشهر بل إن المدينة أعلنت أنها ستكرمني لأننا لم نكتفي بربح عدة ملايين بل استخدمنا مئات ألاف الدولارات في إطعام كل فقير وإسكان كل فقير في المدينة وليس هذا فقط بل سنأخذ بضعة ملايين ونخصصها لبناء ثلاثة مجمعات أخرى في ثلاث مدن وقد دربت ثلاثة فرق إدارية ليقوموا بنفس الأعمال هناك وفي السنوات الخمسة التالية سنبني خمسة غيرها وحين قالت ذلك المقاول الشاب والمرأة صاحبة المخبز شعر بالحزن فلاحظ البليونير وجههما وقال أهناك خطأ؟ فقالت صاحبة المخبز طبعا تمكنت من هذا فقد كان معها مال أكثر فنظر البليونير إلى الشاب وقال أتوافقها؟ فقال نعم لو كان معي هذا المال فعلت الكثير وأساعد الكثير فقال البليونير لمساعدته أحضري محاضر الاجتماعات منذ ثلاث سنوات واجلبيها لي فأتت وجلبت له المحاضر وبدأ يقرأ المكتوب فيها منذ ثلاث سنوات أريد أن أمول أحلامكم وأنا قادر على تقديم المال المطلوب نظر البليونير للاثنين وقال لماذا تحسدانها على ما أخذته؟ لماذا تعتقدان أنني ميزتها عنكما؟ قلت لكم جميعا إني قادر على توفير المال المطلوب لم أضع أمامكم حدودا لماذا لم تضع أحلاما أكبر من هذه؟ ثم نظر البليونير لصاحبة المخبز وقال لماذا لم تطلبي مخبزا أكبر؟ كنت سأعطيك المال لماذا لم تطلبي مالا للتسويق؟ يحب الناس عملكي كنت ستنجحين والسؤال الأهم لماذا لم تخطط لمخابز أخرى في المدينة لتقدر على إنشاء سلسلة مخابز؟ ثم التفت للشاب وسأل نفس السؤال لماذا لم تدرب رؤساء عمال ومساعدين وتبني عشرين بيتا في السنة بدل هذا المعدل القليل؟ كنت ستوفر فرص عمل؟ لماذا لم تشتري أراضي أخرى؟ لماذا لم تقم مكاتب في أنحاء الولاية لبناء البيوت؟ كنت سأمولك لأنك ستبني بيوتا لتأوي العائلات في الولاية ثم قال لهما المكسب محدود لأن المال محدود لأن الرؤية محدودة يقول المسيحيون بغير وعي يجب أن لا نملك الكثير هل يتسق ذلك مع ما تقوله كلمة الله؟ قال يسوع لأن كل من يستخدم جيدا ما أخذه سيعطى المزيد ويزداد أيضا بوفرة لا يشتك الله من الوفرة بل أن تتملكن تلك الوفرة في مثالنا هذا لم يقدم البليونير للكل 245 مليون دولار كما أعطى الشابة بل أعطاهم حسب رؤيتهم إن تأملنا في المثال الذي قال يسوع العبارة السابقة فيه ستجد التالي أن كل خادم بدأ بمقدار مختلف سأقرأ لكم هذا المثل فأعطى واحدا خمسة وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة مقسما لكل واحد على قدر طاقته سأتكلم عن هذا الأمر لأننا نهمله كثيرا قدراتهم كانت متصقة مع ما ينتظرونه الفتاة الأولى انتظرت مخبزا والشاب انتظر بعض المباني في السنة أما الثالثة فما انتظرته تطلب مالا أكثر كانت تريد أن تساعد أناسا أكثر أفضل استخدام للتمكين اكتبوا هذا أفضل استخدام للتمكين في بناء الناس إن نظرنا جيدا للمثل نجد حقيقة هامة هناك خادمان أمينان لكن في قصتي وحدة أمينة وتضاعفت الآخران فشلت تكلم يسوع عن الزيادة لأنه في مثل يسوع ستجد أن الذي أخذ الخمسة وزنات تضاعف ليصل لعشرة والذي أخذ وزنتين تضاعف لأربعة والذي أخذ واحدة حافظ على ما أخذه نظر يسوع للاثنين الأولين وقال إنهما جيدان يسوع هو الذي قال هذا أيها العبد الصالح والأمين ثم قال للذي حافظ أيها الكسلان حسنا تذكروا موقفي في غرفة العرض لا تقدر لا تقدر غير متاح غير متاح ونرى الحياة هكذا هل الحياة هكذا أتقلون لي الله غير قادر ويسوع يقول للمؤمن الكل مستطاع ما هي موهبة الله في حياتي موهبة الله في حياتي التعليم ولأني أخلصت في استخدام ما أعطاني زاد الله تأثيري أذكر حين كتبت أول كتاب لم يريده أحد فأخذته وبيعته في الاجتماعات كتبت واحدا آخر لم يقبله الناشرون وأخيرا قبله أحدهم وأصبح الكتاب من أعلى المبيعات عالميا ثم بدأنا في المناهج كهذا وبدأنا نساعد الكنائس حتى تكون أقوى والآن أكثر من 23 ألف كنيسة يستخدمونها وقال لله كنت أمينا وجيدا مع المتكلمين بالإنجليزية والآن تكلم للعالم فقلت لفريقي أعطاني له كلمة سنوصل هذه المناهج ليد كل راعي في العالم أتعلمون في الأربع سنوات الماضية وزعنا تقريبا 5.5 مليون كتاب لرعاة في إنحاء العالم رعاة في إيران والعراق وسوريا والأردن واللبنان لماذا؟ لأنه قال إن استخدمت ما أعطيك سأزيدك وأقول لكم كثيرا ما نقول لقد ولدت بلا مميزات ولدت فقيرا لم أولد بمواهب هذا الشخص كل واحد ولد له موهبة في الأقل واحدة وسيعطيك الله أكثر حسب قدراتك وقدراتك هي رؤيتك لهذا قال يسوع عبارة من له سيعطى ويزاد أيضا يريدك الله مثمرا وهو يريدك منتجا هل تقولون أمين لهذا؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل الفيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org إذن هناك الكثير يمكن أن يعمله بنا الكثير جدا إن نظرت إلى رسالة الله لنا في أفصى الثلاثة عشرين يقول إن نعمتي يمكن أن تتعدى الحدود التي تضعونها ما هي الحدود التي نضعها؟ الحدود هي ما نطلب أو نفتكر يجب أن نعرف أن بولوس صلى لكي نعرف ونفهم أنها فائقة اسمعوا هذا فائقة لا تقاس وغير محدودة لا حدود لها وعظمة وفائقة أعظم من أي شيء هذه قدرته فينا ومن أجلنا نحن المؤمنين وهي لا تحل علينا أحيانا إنها فينا يريدك الله أن تكون مثمرا يريدك أن تتضاعف ما هي الوصية الأولى التي أوصانا بها حين جلبنا إلى الأرض؟ أثمروا وكثروا لم يقصد الإنجاب فقط بل يقصد كل ما أأت منكم عليه أكثروه كبّروه لأنه يفرح حين تثمر حياتك أتعلمون؟ أنا لا أفهم دعاني الله أنا وليزة لنعلم حول العالم ولكني أرى القصة كولين والقصة دينيس يخدمان بأمانة في أتلانتا وكم ضعف الله تأثيرهما؟ تعلمون لماذا؟ أولا لأنهما يحبان الله والناس ثانيا لأنهما أكثر ما أعطاهما فقال سأعطيكم أكثر هذا ما يريده الله لحياتك وهذان الراعيان مثال حي لكن هناك عامل قولوا عامل وهو أساسي لتحقيق ما قلته لكم للتو يمكن تلخيص هذا العامل في كلمة أريدكم أن تكتبوها الكلمة هي التمييز قولوا التمييز سأعيدكم إلى آيات المحاضرة الأولى قال بولوس وأما الطعام القوي فللبالغين أي الناضجين الناضجين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر كيف نميز بين الخير والشر خاصة حيث يستشر الخداع كيف يمكننا أن لا ننخدع كحواء إن كانت قد انخدعت وهي في بيئة الكمال فكيف لا ننخدع نحن هذه الكلمة ستحفظنا إنها مخافة الرب انظروا إلى ملاخي النبي ملاخي قال في الأصحاح الرابع نبوة تناسب الأيام الأخيرة كثيرا أيامنا هذه قال سيكون هناك ثلاثة أنواع من الناس نوعان منهم في الكنيسة لذا دعوني أركز على الفرقتين الموجودتين في الكنيسة قال فرقة من الكنيسة ستمر بضيقات واضطهادات سينظرون إلى الخاطئ الشرير وهو ينجح هو بخير وهم يعانون يقول إنهم سيتذمرون سيقولون ماذا استفدنا من خدمة الله أو من طاعة الله أنا أعاني كثيرا وانظر إلى هذا الشخص يخطئ ويستمتع ويضحك إنه بخير هذه فرقة في الكنيسة يتذمرون الفرقة الأخرى تمر بذات الضيق وتمر بذات الاتهدات ولكنهم لا يتذمرون يتحدثون عن كلمة الله الله عظيم أثق بالله أمر بهذه الاتهدات الآن لكنه سيخرجني منها ماذا يقول الله عن هؤلاء قال إنه سيجعلهم كنزه الخاص ثم قال هذا عنهم فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير بمعنى أنكم قبلا كان من السهل أن تخلطوا بين الصالح وغير الصالح الرخاء خطة الله لكنه يمكن أن يصبح سببا هيار أو فرصة جيدة إن كان الرخاء هدفك فبالتأكيد ستقع في الفخ مثل حواء وقين وبلعام وقورح وشاول وجيحز ويهوز واسكندر وكثيرين غيرهم ولكن إن كان إرضاء الله هو هدفك ستميز بين الخير والشر وستتعامل مع الرخاء بنجاح دعوني أوضح الوضع كلما خفنا الله زادت قدرتنا على التمييز اسمعوا هذا مخافة الله ليست الخوف منه مخافة الله هي الخوف من الابتعاد عنه أريد قلبا كقلبك يا رب يحب ما تحب ويكره ما تكره وما يهمك يهمني فيصبح ما يهمني هو المهم بالنسبة لك مخافة الله هي التفكير مثله لهذا خائف الله يكرهون الشر لم أقل لا يحبون يكرهون لا يكرهون الخطاط بل الخطيئة يحبون الخطاء قلبهم كقلب الله لنرى سليمان قال سليمان في بداية حكمه أعطي عبدك قلبا فهيما لأميزه بين الخير والشر كان سليمان يعرف أن التمييز ضروري لتفرق بين الخير والشر لذلك طلبه من الله وأصبح أحد أعظم الملوك وقال أيضا إن رفعت صوتك إلى الفهم أي التمييز انتردتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز فحينئذ تفهم مخافة الرب تعرفون ما المؤسف؟ فقد سليمان مخافة الله وبالتالي فقد التمييز أصبحت الحياة محيرة أمامه في نهاية حياته لأنه قال الكل باطل وقبض الريح لا يعرف إنه الآن يرى الخير شرا والشر خيرا لكن الأمر الرائع أنه في نهاية حياته سفر الجامعة كله عن شخص كان عنده تمييز لأنه كان يخاف الله لكنه فقد ما خافت الله لأن متعته أصبحت أهم من طاعة الله فقد ما خافت الله فأصبحت الحياة محيرة الشر أصبح خيرا والخير شرا وتاه لكن في نهاية حياته عاد لصوابه انظر ماذا قال في نهاية حياته فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصياه لأن هذا هو الإنسان كله آمين كما ترون يجب أن يكون الشغفون الأول هو مخافة الله إن كان الوضع هكذا لن يخدع عن الرخاء حسنا لنرى كلمات سليمان عندما كان حكيما اسمعوا في أمثال 11 يقول من يتكل على غناه يسقط اسمعوا هذه الكلمات من يتكل على غناه يسقط لكن نفس الشخص كتب هذا أنا الفهم عند الغنى والكرامة وكتب في أمثال 22 ثواب مخافة الرب هو غنى من ناحية يقول الغنى يسقط الإنسان ومن ناحية يقول إن خفت الله الغنى سيأتي إليك لماذا؟ المهم كيف نفهم الأمر الغنى الحقيقي إن أردت الحقيقة هو مصدر لتغني الآخرين لكي تحقق الهدف من وجودك على الأرض السؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك كل يوم هل حافزي اليوم هو مخافة الرب أم حافزي هو الغنى والرخاء يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال كل يوم لأنه سيغير حياتك إن كان هدفك هو مخافة الرب هذا سيحفظك من خدعة الانزلاق في الشر لتحصل على الخير إن كان هدفك دعوني واضح هذا انظروا إلي جيحزي كان خادما لأليشع كان من المعتاد أن يحضر الناس تقدمة للنبي عندما شفي نعمان كان معه ثروة قال أليشع أنا لا أريد مالك أنت أجنبي أريدك أن تعرف أن الله فعل هذا قال جيحزي مساعده أنا تركت كل شيء من أجل الخدمة سيدي مجنون لقد جن هذه الثروة أجرته التي يستحقها على ما فعله فجرى وراء الرجل فأصيب بالبرص لأن الرخاء كان أهم عنده من مخافة الرب ما هو ملخص هذا؟ كثيرون يقعون في الفخ بسهولة تذكروا جيدا هذه العبارة الفخ الذي تقعون فيه حين يكون الرخاء أهم من مخافة الرب هو الغاية تبرر الوسيلة ننظر إلى الغاية ونقول إنها صحيحة يمكننا أن نصنع الشر لنصل إليها هذا خطأ لأن مخافة الرب تعطيك القدرة للوصول إلى تلك الغاية بانتظار الرب وفعل الصواب ولكن لا تفعل الشر لتصل إلى ما تعتبره خيرا أما زلتم معي؟ انظروا ليسوع لقد قدم إبليس إلى يسوع فرصة قبل أوانها أخذ الشيطان يسوع عليًا وأراه جميع ممالك العالم وقال سأعطيها لك لأنها أعطيت لي أعطاها له آدم صحيح؟ سأعطيك الممالك التي جئت من أجلها لن تضطر لأن تصلب وتعاني كثيرا ستأخذها إن سجدت لي هذا يبدو سخيفا لك تقول هذا سهل لكن هل يمكننا تعريف السجود؟ ما هو؟ السجود ليس ترنيمة هادئة إنه يشير إلى من نطيع السجود ليس ترنيمة هادئة إنه يشير إلى من نطيع تعرفون إبراهيم؟ افتح الكتابة وفي أول ذكر لكلمة السجود ستجد الله يعرفها قال إبراهيم لخادمه أنا وأسحاق سنصعد سنسجد ونرجع لم يكن سيرنم ترنيمة هادئة كان سيطيع الله عندما أمره بشيء كان يبدو غريبا قال سنسجد ونرجع كثيرا ما يعرض إبليس ما وضعه الله في قلوبنا لكن طريقة الحصول عليه تكون غير نزيهة نسجد لإبليس لنصل لوعود الله لم ينخدع يسوع بل قال لن أسجد لك لم يقصد الترنيم قال لن أساوم على التقوى ومخافة الرب لأحصل على هذا سأنتظر طريقة الله والآن لو قارن بين يهوذ ويسوع نرى فرقا كبيرا لنرى يهوذ لنتعلم مما يعرضه لنا الكتاب عن حياته هو يتجاهل الحق إن كان هذا في مصلحته كان يختلص من إيرادة الخدمة كان مخادعا خان قائده لم يبالي بالفقراء كان منافقا وله صفات أخرى تتمركز حول الذات اسمعوني جيدا امرأة غنية ذات يوم كان يسوع وتلميذه في بيت وجاءت امرأة غنية وفتحت عطرا بثلاثين ألف دولار وسكبته على يسوع أفهمتم؟ أترون؟ الصورة؟ اغتاض يهوذ جدا وغضب وعبر عن اعتراضه على المرأة وقال هذه الكلمات هذا العطر يساوي مرتب عام كان يجب أن يباع ويعطى للفقراء تعليقه منطقي وجيد يبدو جيدا تأثرت تلاميذ ووفقوه يسوع صحح هذا قال تركوها لماذا تزعجونها قد عملت به عملا حسنا دعا عملها حسنا سيخبر بما فعلته هذه اسمعوني جيدا تعرف يسوع لعمل المرأة حسنا وتذكارا يهوذ رأى أن عمل المرأة سيء وزائل أتعرفون ما هي الآية التالية مباشرة؟ ثم إن يهوذ الأسخر يطي واحدا من الاثنى عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم الآية التالية القشة التي قسم الظهر البعير أخذها يهوذة داق ذرعا بقيادة يسوع كان يتوقع أن يعيد يسوع عرش داود قال الأنبياء ذلك ويهوذة كأحد أدباعه المهمين كان سيشتهر جدا ويحظى بغنى وسلطة قال يهوذة أظن أنه فكر هكذا سأعجل الأمر لن أنتظر أكثر أريد مركز القوة والنفوذ والغنى اكتفيت من كوني مصدر سخرية واضطهاد القادة لا أريد الاستمرار كتابع لمجنون فيما بعد إن سلمته للقادة سيظهر قوته وينشئ ملكوته وسأخذ مركزي ربما تشكوا في وجهة نظري لكني أظن إن فكرنا سنتفق كان يهوذة يرى قوة يسوع فقد أوقف عواصف مميتة تكلم مع الأشجار فماتت أخرج مالا من سمكة هو يعرف قوة يسوع سمعه يتحدث عن ملكوته يعرف أنه المسيح وأنه سيقيم عرش داود وسيقيم المملكة أراد تعجيل الأمر اتهم امرأة بفعل سيء رغم أنه فعل يذكر واعتبره يسوع حسنا لهذا نحتاج التمييز يهوذة لم يميز لأنه لم يخف الله نحتاج التمييز لأنه بدون تمييز لن تفرق لن تقدر أن تفرق بين الصالح وغير الصالح هذا هدف هذه الرسالة بناء شعب لديه تمييز ويرى الأمور بنظرة الله ويقدر أن يميز الخير من الشر ولا ينخدع بفلسفة خاطئة تسمي الخير شرا والشر خيرا نحتاج أناسا يقومون ويعذون بكلمة الرب لأن كلمة الرب تعلمنا نحن في بيئة عدائية في أرض العدو لدينا كلمة الله التي تعلمنا الصلاح وكيف نعيش وإن لم نبدأ قراءة الكتاب ونتوقف عن قراءة تعليقات الآخرين على مواقع التواصل ونبدأ في قراءة الكتاب ونطلب من معلمنا الروح القدس يفتح عيوننا سنكون شعبا ينخدع بسهولة فيقول يسوع لنا كما قال لكنيسة لودوكية أنا مزمع أن أتقيأك أو ربما يقول لنا سأزحزح منارتك أو كما قال لكنيسة سآتي كلص أو كما قال لأخرى سألقيك في فراش المرض لنفهم يسوع يكلم كنائس ليست كنائس خيالية بل كنائس حقيقية في العاد الجديد لماذا؟ لأنهم أحب العالم والذي يحب هذا العالم يصبح عدوا لله ولا أريد معادات الله أحد الأمور التي تحفظني من أن أخون زوجتي ليس حبي ومخافة الله فقط بل خوفي من أن تعاديني لا أريد معادات الله لأن الله محب غيور نحتاج شعبا يعدون عروسا الصفة الأولى في الكنيسة التي سيأخذها مقدسة لم يقل مخلصة أو خاضعة للقيادة أو مشهورة أو كنيسة محبة أو ودودة مقدسة هذا فقط تعلمون أهم صفة من صفات الله كلها قدوس يحن وإشعياء ذهب للعرش ومزال الملائكة يصرخون قدوس إنه أمين ومحب ونور لكن أهم صفة في صفاته قداسته أمر مثير أهم صفة في صفات الله محبته وأمانته وكل هذا القداسة والصفة الوحيدة للكنيسة التي سيأخذها هي العروس المقدسة ولا نذكرها حين يكون لكم هيكل القداسة لن يذركم الرخاء أظن أن الله حزين جدا على كل من فهم الرخاء والنجاح بدون الهيكل فدمرهم الرخاء والنجاح اسمعوني أصلي أن يقوم بيننا جيل جيل مقدس يثمر ثمارا وفيرة تجعل الناس يقولون لنا كيف تعيشون هكذا كيف تثمرون هكذا ونحن سنجيب إجابة تجعلنا نختلف عنهم الآن لا يوجد فرق كبير بين سلوك الكنيسة وسلوك العالم سنجيب عليهم لأن حياتنا ستلفت انتباههم إن قلت لي أريد أن أكون مقدسا أريد القداسة أريد العيش معه كسيد وأن أكون مثمرا أريدك أن تقف وسنصلي الآن سنختم المحاضرة بالصلاة تذكروا فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة سنتقدم بثقة ارفعوا أيديكم وقولوا هذا الكلام معي كرروا هذه الصلاة بعدي أبي في اسم يسوع أشكرك لأنك منحتني أن أميز الخير والشر أريد ما تراه أنت خيرا أنا اليوم أقبل يسوع المسيح بفهم من أعمق كأعظم سيد في هذا اليوم أنا أتعهد بنعمتك أني سأسلك سلوكا مقدسا تقيا أنا اليوم أسألك نعمة لأكون مثمرا وتقيا ومثمرا فأختلف عن العالم في اسم يسوع والآن سأصلي لأجلكم أبي أصلي لأجل هؤلاء أصلي وأنا أعلن عليهم نعمة الله وأعلن عليهم حياة تقية وأعلن عليهم كلمة الله لتكن الكلمات التي قيلت في هذه المحاضرة مصدرا للحياة والحرية والإثمار في حياتهم بدءا من اليوم باسم يسوع نطلب أن تمنحنا كنيسة مجيدة كنيسة مقدسة كنيسة مستعدة لتكون عروس يسوع المسيح نسألك في اسم يسوع كل من يوافق يصرخ أعطوه المجد آمين آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة